قبل ما ابدأ يا إخواتي لايك وشير للفيديو في كل مكان لأن ده بيساعدني كتير وما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يجيلكم كل جديد بيبدأ مسلسلنا في الجيش والجنود بيتدربوا وواحد طباخ بقى مزاجه رايق اسمه لاوباو بيخبز عيش للجنود دي وبيخلصوا تمرينهم وبيجروا على الأكل والشرب طبعا ولا كأنهم محرومين بيسألهم لاوباو إذا كان الأكل اللذيذ وعجبهم فبيردوا أيوة بيجي واحد كده بين عليه الهبة وسطيهم وده البطل طبعا واسمه ني وبيقول لباو بطل راغي انتقلت وصفة العيش بتاعتي وحتى ما سبتليش منه رغيف قامت دالوا نصيبه علشان ياكلوا فوهو بيكل بيقول لباو ما تسكتنيش بحتة رغيف وقال لي في المطبخ كان واحد اسمه لاودو بيقول في دقيق مسروق من الأصر في حفلة الحفيد الملكي السبع عشر فقال له يا عمنا خدت حفنة صغيرة بس مش أكتر فقال له مش مهم كانت قد إيه كبيرة ولا صغيرة تعتبر سرقة برضو وانت عارف ان دي جريمة كبيرة وبيبدأ باوية هذر ويقول ان الحفيد نفسه قال لهم قبل كده مفيش ملكية في الجيش ولازم نتشارك النعم زي ما بنتشارك الصعاب وكلام إنشة كتير وبيهذروا لكن فجأة بيسمعوا صوت جيش جاي عليهم وفيه إشارات بان فيه دخلاء بيجروا كلهم يجهزوا وبيجري نيو ورا واحد ومش بيلحقوا وخلاص بياخد كوسه ويبدأ ضرب لكن في حد منهم بيقولهم إن دول مش دخلاء دول جيشهم العظيم وما يضربهمش خلاص بينزل قائد الجيش ده واسمه بيه بينزل هو وجيشه يركعوا لنيه فبيروح يسأل العم بيه فيه ايه بيرد العم بيه بإن واحد خاين اسمه سون جينج قتل صاحب الجلالة وحاليا ولي العهد مفقود بيسألني عن والده فبيرد العم بيه بإن والده القائد ليانج ما دخلش القصر بسبب مرضه لكنه دلوقتي راهين عند المتمردين بيوضح العم بيه بإن السادة البقيين كلهم اتقتلوا وسلالة ليانج بس هي اللي مازالت موجودة فقرر الجيش الغربي تهدئة الوضع وتوليت القائد لانج إمبراطور لينا وسيادتك ولي العهد طبعا نيه بيتفاجئ جدا وبيرفض طلبه وبيقوله إن ولي العهد مفقود يعني ما زال في أمل إنه يرجع ويتولى عرشه من تاني بيرد العم بيه بإن ولي العهد المفقود لسه طفل يدوب 8 سنين ما ينفعش يدير أمور الإمبراطورية في الوقت الحالي وهم دخلين على حروب وبلوي سودة بيفضل نيه رافض وممانع لفكرة تولية العهد لكن بعد إصرار شديد من القائد بيه وبقية الجيش بيوافق بنشوف نيه وهو بيتنكر مع زميله علشان يخطفوا واحد من الأعداء واسمه بي سي وبيستنوا يدخل قطه وبيروح نيه علشان يمسكوا وبيقول زميله يروح للعم بيه ويعملوا جوي كده في القاعة علشان الناس تفضل مركزة معاهم وهو يعرف يمسك بي سي بسهولة فعلا بيروح ويعمل دوشة هو والعم بيه وبيخلوا الناس كلها تتخانق مع بعضها علشان يكسبوا وقت بيدخل نيه وبيستعد للقبض عليه وبتكون فيه واحدة كمان بتجهز نفسها علشان تقتله برضو ولكن فجأة بتدخل الملحنة يو وبينزل نيه والبنت دي كمان يستخبوا في المياه بييجي واحد من برة واسمه القائد جوجي وبيسأل أصحاب المكان عن بي سي بيرفض صاحب المكان يقوله على بي سي وبيقوله انتو اللي اتنين ضيوف عندنا فسامحني مش هقدر أقولك بيقوم واحد من جنود جوجي ضرب الغلبان ده ألم وبيقوله رد على القائد جوجي كويس بنرجع لنيه والبنت اللي معاه تحت المياه وبيفضلوا يتخانقوا سوى الغاية ما بيطلعوا من تحت المياه والملحنة يو وبيسي بيشوفوهم وبيفتكروا انهم راجلين لان البنت دي كمان متنكرة فهيقيت راجل فبيقربني منها وبيقولهم لا ما تفهموناش غلط احنا دخلنا هنا بالغلط والله بتتعصب يو وبتقولهم انتو ازاي تتجرأوا تدخلوا قطي اخرجوا بره بسرعة بيخرجوا وبيدخل القائد جوجي وبيؤمر جنوده ياخدوا بي سي بيبدأني يسأل البنت دي أنا مستغرب ايه اللي يجيب واحدة ست مكان هادي زي ده فبتقوله انت مين قالك اني بنت وبيبدأوا يتقاطلوا فبيمسك رجليها وبيقولها رجلين نحيفة وسطك نحيف واكتف رفياعة واخيرا بيظهر اكسسوار على لبسها فبيقولها انت بكل تأكيد وحدة ست وبيكملوا كتال سوا وبيجي جنودها يحاولوا يهجموا معاها على نيه لكن زي اي مسلسل في اخر لحظة بيظهر حد تبع البطل ويفضل يدفع عنه وهو مع البنت اللي عاملة نفسها ولد دي وبيحاربها وبيفضلوا يتقاطلوا فترة والصراحة حركتهم في الكتال توحفة المهم بتاخد البنت اسورة منه وبتقول للجنود اللي معاها يمشوا بيفضل بقى نيه وجنوده يفكروا مين دول يكونوش حراس سون جينج ولا حتى من جيش جوجي فقال لهم نيه انهم من جيش سوي ومن عيلة سوي كمان رد العم بيه ان سوي بيحكموا بينجي ليانج ايه اللي خلهم يعملوا كده ولا ايه اللي ودهم لبي سي وبيخطط نيه والعم بيه وجنودهم هيعملوا ايه الفترة الجاية بتكون البنت المتنكرة في هيئة ولد هي الامرة النهية في مكانها وبيحضروا لها العشاء فبتقولهم احنا فشلنا في القبض على تاجر الحبوب اللي اسمه بي سي وطبعا متضايقة بتفكر هي واحد من جنودها وبيفضل نيه وجنوده يفكروا هيعملوا ايه وسبحان الله بقى اقتراح نيه لجنوده هو هو نفس اقتراح البنت دي المهم بيروح نيه بالليل عند البير علشان يخسل ايديه بتكون البنت دي برضو رايحة تجيب مياه وبتفضل تتسلل وتتفرج عليه فبيكون نيه بيجري ورا حشرة وهي بتحسبه شافها فبتتحرك وهو بيسمع وبيلحص حركاتها وبيتقاتله تاني واما بيكون هيهزمها فبتقوله انها تعرف مكان الحفيد المفقود فبيوقف كتاله ليها وبيسألها فين فهي بتغرس ابرة من الابر اللي معاها في دراعه وبتوقعه في البير بيسألها نيه انت من عيلة سوي مش كده قالت له وانا اقولك ليه اصلا وبتسيبه وبتمشي اما بتسمع صوت العم بيه وبييجي العم بيه يطلع نيه من البير وبيسأله ايه اللي نزلك هنا فبيقوله كنت بحاول انقص قطة برية قامت خربشتني ووقعت في البير سأل العم بيه وانت انقصتها ليه القطة الماكرة دي قاله نيه فعلا عندك حق هي قطة ماكرة وحربوقة وبيسيبه نيه وبيروح يغير هدومه تاني يوم بيروح بيسي تاني يتلزق للملحنة يوه وبتعزمه على شاي فواكه اول مرة اسمع عنه الشاي ده لكن مش مشكلة مش موضوعنا المهم بقى بتيجي خادمة تقول ام مرات عمينا بيه بعتت وراش ويت رجالة يجيبه من قفاء فبيحاول يهرب يمين وشمال ما بيعرفش فبتقترح يوه علي يغير هدومه ويطلع قال يعني محدش هيعرفه ومراته مش هتوصله المهم فعلا بيجيبه من قفاء لكن مش تبع مراته لأ دول تبع نيه لكن بيسي ده شكله بيترعب من مراته فني بيعذبه بيقوله ان مراته طلبت تقتله لو مقدم لهاش عزر مناسب لانه راح للملحنة دي وكذب عليها فاعترف لهم بكل حاجة وكان معاش شارع اللي دليل على صدق كلامه لكن نساها في هدومه اللي غيرها عن ديور وللأسف مش فاكر حتى المعلومة دي علشان يقولها لهم وينجي بنفسه بيبدأ يفكر نيه فأي فرصة يستغلها ويحل الموقف وفعلا بيحط جيش سوي في موقف حصار لدرجة انهم يتوسلوله يدخلهم مكانه ولكن فجأة بتنقلب الموازين وبدل ما كان جيش سوي يترجوه بيسيبوه مكانه وبيمشو بيوصل للقائد الخائن خبر بعكن المزاجه بدل ما كان بيلعب مع امراته اللي هي شكلها اتخذت اسيرة وبيؤمرهم يجبوله القائد لينجي فورا وطبعا هو تعبان وبيروح له هو بيتشقلب كده على السلم وبيروح يسأله عن اولاده ولسه بقى هيحكيله قصة حياته قاله لا انجيس بقى احكيلي عن ليني بس بيرد لينجي انه الحفيد السابع عشر فبيعترض الحارس كلامه بيقوله ان بي وشوية جنود اعلنوا نيق قائد مكافحة التمرض قلنا يا ليانج انت طمعان في العرش ولا ايه سمع ليانج الكلام ده ونزل راكع على ركبه وفضل يعتذر ليهم ويسب في ابنه ويقول انا مش عارف ابني الغبي عمل كده ازاي والله ما كنتش اعرف فرد عليه سون جينج ان بي هو اللي بيلعب بالكل كده وطلب من ليانجي يحكيله عن شخصية ابنه وبيحب ايه وبيكره ايه بيبدأ ليانجي يحكيلهم وبيقولهم ان ولد منحوس اصلا ده حتى من كتر نحسه يوم وإلدته امه ماتت المهم بيكمل سونجي كلامه بتهديد لني فليانجي بيغمى عليه وبيخرجوه بامر من سونجي طبعا بنروح لقصر عيلة جو بيكون ليه هناك وبيتكلم مع زميله وبيقول انه لو ما كان عيلة سوي هيبعت واحد يتفاوض مع جو ويا سبحان الله لتاني مرة على التوالي يكون نفس تفكير البنت اللي من عيلة سوي واللي بتقوله البنت دي القائدها لو هي مكان جيش التهديق الغربي كانت هتعمل ايه وبرضو بيكون هو اللي نيها يعمله معلش اصل المؤلف عايز كده نعمل ايه بقى المهم بيروح نيه للقائد جو وفي نفس اللحظة بتكون البنت اللي من سوي هناك برضو واللي اتنين بيجروا ناعم مع القائد جو بيكون القائد جو في وضع محير وبيكرر انهم يعملوا سباق خيول ولو فاز جندي سون يبقى نيه والمبعوث من سوي ينفذوا شروطه ولو فاز نيه او مبعوث عيلة سوي سون جينج هيتكلم مع الفائز الاول والحمد لله اللي اتنين بيوافقوا بيبدأ السباق واللي شرطه ان اللي يوصل للرايا ويدخلها في مكانها الصحيح هو الفائز وبيطلبوا منهم يستخدموا اسلحة لكن ما يقزوش بعض ولكن بيتصاب جندي القائد جو بسهم من مبعوث سوي وبيقع من على حصانه والرايا بتكون معاه هو وبيدخلها مكانه الحصان كان هيئذي البنت مبعوث سوي لكن نيه انقاذها واكيد زي اي مسلسل مش هتكون انقاذه خلاص لا بالعكس اكيد بداية قصة حب رومانسية بحتة في المسلسل طبعا لنظرية ما محبا لبعد عداوة المهم كده الفائز هو القائد جو والمفروض انهم هيقبلوا بشروطه فبيسألوا عن شروطه بيقولهم انه متضايق دلوقتي ولازم ياخد عزة اخوه الاول وبيطلب منهم يفضلوا عنده في المعسكر اللي لادي وبكرا ان شاء الله يبقى يقولهم شروطه بيتناقش الجندي جو مع جندي لي يطلبوا ايه في الشروط وبيقول القائد جو ان نيه انقذ الامر هو من عيلة سوي معناه ان صداقتهم اقوى من عدواتهم يعني احتمال يكونوا عاملين الفيلم ده كله ومتأمرين عليه فبيكرر ان يسموهم تقريبا وبيبعت لهم معجنات حلوة وفيها السم بالمناسبة انا وانت وعمنا ليني بس لنعرف انها بنت الباقي كلهم مفكرين انها ولد واسمه الامر هو المهم بيفكر نيه وزميله فبيقول نيه ان الحل الامثل انهم يقابلوا الامر هو بيتسلل نيه بالليل وبيروح لقودة الامر هو لكن هي بتقبض عليه وبتربطه وبترجع عصاية شعرها اللي اخدها منها نيه اما رميته في البير المهم بابها بيخبطه بتروح تفتح بيدولها طبق معجنات ولو فاكرين بقى ده اللي فيه سم بترجع بتلاقي نيه مش موجود وطبعا الدنيا دورة بقى وبيبدله الادوار وبيربطها نيه وبتحب تتكلم فهو بيطلع لها الكورتين اللي في بقاها علشان تعرف تتكلم وهي بتكون في اداف بقاها كلها ابر وبتكونها تضربه ولكنه زكي جدا وعارف ألعبها وبينكز نفسه وبيضغط على رقابتها فبتطلع علبة الابر اللي في بقاها كلها وبيقول لها تلمي وإلا هضربك بالابر دي وبالمناسبة علبة الابر دي بقت ملكي خلاص القائد جو بيبعد جنود لقودة كل واحد فيهم يشوفهم بيعملوا ايه بيتكلم نيه مع الامر هو وهو رابطها جنود القائد جو كانوا خلاصها يهجموا عليهم لكن فجأة النار ولاعت في كل مكان وحصل هجوم وبيقولوا انه من جيش التهدئة الغاربي لكن في الحقيقة من الاتنين بيهجموا الجنود على نيه والامر هو اللي بتكون مربوطة أصلا فبيحاربهم نيه وبيرفع الامر هو على اديه وهو رابطها وبيضربيها وبيحاربوهم سوا وبعدين بيفكها وبينزلها بشكل رومانسي طبعا ما انا قلتلك وشكلهم هيبقوا سنائي حالوا المهم السنائي دول بيخرجوا من الخيمة وبتهجمهم جنوده بيدربوهم كلهم وبيمشوا بيصفر نيه لزميله وبيروح له فبتحاول الامر هو ضربه وبيوقفها نيه فبتسيبهم وبتمشي وبيتفق نيه مع زميله وهو بيروح ورا الامر هو اللي بتكون ثابت قمشة من فستانها علشان يشوفها نيه ويتخدع فهو عارفها عقربة مكارة فمشي من الطريق التاني قال يعني هو على كده الوادي الزاكي بن بارم ديلو العقربة بقى كانت مشيت في طريق تالتة خالص المهم وصل شو زميل الامر هو لعيلة سوي بيقولهم انه هو راح تهاجم المدينة لانها من غير حاكم حاليا ودي فرصة عظيمة ليهم فبيكرر قائد سوي انه يبعت ناس تدور على هو وتجبهاله الامر هو بتكون على شط بحيرة بتخسل ايديها وبيجي نيه من وراها وبيضربها برجلي وقعها في الميا وكده هو اخد بطارو زي ما هي وقعته في البير بتقوله هو مش انت روحت ورايا في الطريق المعاكس لكن على مين هو كان اسكى منها بكتير المهم بتكون هو بتغرق وبتقوله ينقذها وهو بيحسبها كدابة ومكرة كالعادة فما بيرضاش ينقذها فبتقوله ان رجلها تشنيجت وبتغرق فعلا فين بقى اما بيحس انيه انها مش بتجدب وملهاش صوت خالص في الميا فبينزل ينقذها وهو بيفوقها العقربة بتضربه بسهم في مخدر في رقابته ولانها تستهل يعني وهي ماشية بيكون فيه فاخ دبابة بتقع فيه وبتقوله حسن هيروح يجيب جنود وييجي بالليل بتكون هو هتموت من الجوع فبيجي نيه ومعاه ارنب مشوي بيتفق معها انه هيأكلها من الارنب لو هي اديته مونة الجيش فبتقوله انت عبيت علشان اديها لك بسهولة كده انها هموت هنا احسن وكانت مفكرة ان نيه هو اللي عمل لها الفخ ده فبيقول لها انه فخ دبابة انما اللي وقعت فيه الكاذبة الصغيرة وده اللقب اللي بقى يناديها بيه فعلشان يثبت لها ان مش هو اللي عمل الفخ ده نزل هو كمان فيه وبيفضل يغيس فيها ويأكل في الارنب ويقول لها ان ريحته كانت فضيحة وهو بيتشوي وتعمه لذيذ قوي وبيدلها الارنب لانها غطته بورق الشجر قبل ما تمشي وبكده هم متعدلين اثناء ما هم بيتسوموا وبيتكلموا فجأة بيسمعني صوت وبيكون فعلا ناس كتيرة جاية ولا جيش كامل وبيستغربوا ان فيه شخصين في الحفرة بيطلعوهم وبيعتقلوهم عندهم اما عيلة سوي فبتدور على هو وبتيجي واحدة اسمها توزي ودي يا ام اختها يا ام صديقتها المقربة يعني لسه متأكدناش ومعها واحد اسمه تشينشينج وبيقول لهم القائد سوي انه هو مفقودة وانهم اكتر حد ممكن يقدر يلاقيها بترد توزي ان لو هو لسه بيستخدم مسحوق الاعشاب فيقدروا يلاقوها الناس اللي خطفين ني وهو بيسألهم انتو مين فبترد هو انها زوجة القائد لي ني وبتفضل تمدح فيه بقى بيتأكدوا من ني نفسه وبيسألوا لو كلامها صح ولا غلط فبيقول لهم انه كلامها صح وانه مرافق ليها مش اكتر بامر ملكي طبعا من زوجها القائد ني فالناس مش بيصدقوهم ولاجل الحظ بقى واحد من الناس دي كان شغال في جيش التهديق الغربي لمكافحة المتمردين اسمه جاو وعارف لي ني طبعا فبيجيبوه يتأكدوا منه بيجي وبيتعرف على ني وبيركع قدامه وبيشكروا لانه انقذوا اما دراعه تقطع وفضل شايله طول الطريق على كتفه ني بيقولوا انهم اخواته مفيش بينهم الكلام ده والناس كلها شكرت ني احلى حاجة بقى ان كل ده وهم رابطين العقربة زي ما هي وبيعملوها زي العبيد وبدأوا بايدلعوا في ني بيتكلم قائد الناس دي واسمه وانجي يوي وبيكون معجب بشخصية ني بعد اللي سمع عنه انه كمان انقذ اخوه جاو فبيطلب منه ينضموا الجيش التهديق الغربي وكلهم بيركعوله فبيقوم ني بسرعة وبيطلب منهم يقفوا وبيشربوا كالسوا جيش جو بيلقوا حصانه فبيعرفوا انهم قريبين من هنا وبيروحوا يهجموا على قطاع الطرق اللي معاهم ني وهو قطاع الطرق بيقولوا لني يكون زعيمهم وبيروحوا يقتلهوا لكنه بيوقفهم بحجة انها حبيبته وانهم هربوا سوا فبيدخلوهم قوضة سوا كحفلة زفافهم يعني بتروح تاو زي تتتبع مسحوق عشابه وبتعرف مكانها وبتشوفها مع ني اللي بيكون اصلا بيتناقش معه على مين فيهم ينام على السرير تاو بتفهم غلطه بتروح تقتل ني لكن هو مش بيدلها فرصة وبعدين هو بتقول لها النمعاها وبيجي صديق ني من وراء تاو بيمنعها تضرب ني فني بيقولهم دوري انا بقى اقولكم انه معايا وصديق ني بيكون سامع جيش جو وهما رايحين يهجموا على قطاع الطرق فبيروح يقول ني وني بيقول قطاع الطرق وبيتفقوا ان تفضل تاو زي وصديق ني مع قطاع الطرق علشان يحربوا معاهم بتتعبهو جدا في الطريق بسبب رجلها فني بيعمل حيلة انهو حامل علشان ياخدوا عربة ويمشوا بيها علشان رجلها وهما ماشيين فعلا بالعربية بيقابلهم راجل ومراته وبيسألهم عن مدينة بنجي جو فبيقوله الراجل ان الطريق طويلة والطريق الرئيسية مش كويسة لان فيها ناس اسوأ من قطاع الطرق وبيحكيله عن اللي حصل معاه هو وزوجته قبل كده وبينصحوا مايروحش من هناك لان مراته اللي هي القامر هو يعني حلوة وهما مش هيسيبوا ولا بنت ولا مرأة في حالها وبيسألهم ني عن طريق تاني فبيقوله عن طريق الجبل وبيقوله ياخد باله يعني لان طريقه صعبة وهما ماشيين في الطريق بتقوله هو مش بتقدر تامشي وبتقع في الطريق بيروح ني يشوفها بيلاقيها درجة حرارتها عالية فبيشوف جرحها بيلاقي انه كبير وبيسألها ليه ما قالتلوش ان جرحها كبير كده وبتحاول تقف تاني ما بتعرفش فبيقولها ني مش هينفع تمشي وبيشيلها وبيمشو بتحلم هو بكابوس انه هي صغيرة كان فيه ناس بتجري وراها وبتقوم مخدوضة بيكون ني جنبها فبتسأله هي فين فبيقولها انه لقى كوخ للصيادين بيرتحوا فيه فدخلوه وضمت لها جرحها بيسمعوا صوت حد جاي وبيتضح انهم الراجل العجوز ومراته اللي قبلوهم وحذروهم من الطريق قبل كده بيطبخوا لهم وبيأكلوهم وبيناموا كلهم تاني يوم بيصحوا على صوت ناس جاية وهم جيش جواه الله يحرقوا بيكون الراجل العجوز محضر قبه ولكنه بيساعي اتنين بس وبيصر الراجل العجوز ومراته انه يدخل ني ومراته اللي هي هو يعني باعتبار ان الجيش هيسيبهم اما يعرف انهم اتنين عواجيز ما يعرفوش حاجة بيدخلوا يسألهم عن ني وهو وهم بيقولوا ما يعرفوش فبيضربوهم واما بيسمع ني مش بيستحمل وبيحاول يخرج فبتوقفوا هو عن طريق ابرة بتضربها في رقابته فبتخدروا وبعدين الجيش بيقول العجوز ومراته يمشوا وهم وبيجروا بيدربوهم بتخرجهم من القب وبيكون الجنود غاروا في داهية ولكن للأسف بتلاقي الراجل العجوز ومراته ايدهم في ادين بعضه وميتين مقتلين بالأسهم بتزعل هو عليهم جدا وبترجع الكوخ في نفس الوقت اللي بيفوق فيني وبيوبخها جدا وبيزعلها اما بيعرف انهم ماتوا وبيقول لها انهم ماتوا بسببك وبيقول لها كان ممكن يكونوا عايشين لو ما كانتش ضربته بالقبرة وانها جبانة فبترمي السكينة من ايدها وبتقول له انا فعلا كده اقتلني وريحني وبيسيبها وبيمشي وهي بيغم عليها وبعدين بتروح تغطيهم وتدفنهم يعني وبتعتذر منهم وبتوعدهم انه هيجي يوم وتنتقم ليهم بنشوف السيد سوي وهو بيفتكر طفولته وذكرياته معه والوضح كده انه بيحبها قوي بييجي خدم يقدم له الدوة وبيطمنه ان التوزي قالت انها هتلاقيها بيحصل هجوم على مدينة لي ني فبيقول لهم قائدهم في الوقت ده انهم يهجوروا المدينة بيعترض جندي وبيقول ان ني قالهم لازم يدفعوا عن المدينة مهما حصل فبيصمم على قراره وبيروحوا يهجوروا المدينة فعلا اما هو بتكون ماشية الوحدها وبيقرب منها رجلين والظهر انهم سافلة ولسه بيتكلموا معاها ام ظاهر ني وقال لها يا حبيبتي انا هنا هوا ورح للرجلين ندهم فلوس وقال لهم اعذروني زوجتي مش بتخرج كتير عدونا لو سمحتوا وفعلا بيسيبوهم يكملوا مشوارهم بيروحوا فندق ومش بيوافقوا يدلهم قوضة من غير فلوس فبيدفع ني وبيدخلوا قددهم وهو بتكون تعبنة جدا فبيقول لها ني انها بتخدعوا مرة تانية وبيسيبها وبيمشي وهي بيغمى عليها اما السيد سوي بيوصل هو وجنوده لتوزيو اللي معاها وبتقول لها انها لقيت هو وافترقوا تاني وبيقول لها كملي بحث عنها اما ني بيكون مع الدكتور بيتطمن على هو والدكتور بيقول له يعمل ايه علشان يشفي جروحها اما توزيو زميل هو بيتخنقوا على مين فيهم ياخد قطع الطرق دول ويدمهم لجيشه ني بيحضر الدواء لهو هو بتحلم بذكريات مقلمة لها في الطفولة وهي بتشوف والدتها وبتتقتل وهي بتحارب بتهرب هو والناس بيجروا وراها وبتفضل تنادي بخوف وهي نايمة على والدتها وني بيقول واحدة مكرة زيك اما تمرد تفضل تنادي على والدتها وهي نايمة بيديلها ني قد دواء وبيشربهولها وبيقول لها لولا المونة بتاعت الجيش كنت خنقتك بإيدي وبيسيبها على السرير وبيرجع يحضر لها حاجات بتعالج جرحها بتخنقوا حتى وهي تعبانة وهو بيحط لها الدواء على رجلها وهي بتبصلوا باستغراب لانها ما كانتش تعرف فانه بيحاول يشفيها وبيسيبها وبيمشي بتروح وراع السطح وبتقوله انها ندمانة على العجوزين وبتحكيله اللي حصل وهو بيقولها انه عرف بعدين انها ندمت ودفن العجوزين بعدها وبيقولها انها بتنادي على والدتها اما بتكون تعبانة فحكيت له كل اللي حصل لها في طفولتها وفهمني انها علشان كده ضربته بالإبرة اما كانوا في القابو قالت له ان لازم هما الاتنين يفضلوا احياء علشان ينقذوا الامبراطور وناس تانية بيكونت شانج قار مع قطاع الطرق وبيشوفوا ناس ماشية في الشوارع جو قال عنهم جواسيس ورماهم برى مدينتهم وقالت شانج انهم لازم يرجعوا الوانج جو بتقول هو انها خلاصها تخف ان شاء الله وجرحها يخف فممكن ما تشربش الدوة بيرفض ني وبيقولها تشربوا بلاش خوف بتشربوا فعلا وبيديلها ني كيس في حلاوة على اساس مكافأة بتاكل هو منها وبتقوله طالما جبتلي حلاوة يبقى عايز حاجة انجز وقول عايز ايه قال لها بما ان الكلتي من الحلاوة بتاعتي يبقى ليه ما تنضميش ليه علشان نستولى على مدينة بينجي جو ردت هو بسخرية كيس حلاوة مقابل مدينة بينجي جو اقناع هاني بحكم معرفته بحاكم بينجي جو واتفقوا كانوا في مطعم واتكلمت هو مع صاحبة المطعم وبقوا صحاب وطلبت مني يروح يجيب لها حلاوة على بل مدرد الشوية مع صاحبة المطعم وبتعرف منها معلومات مهمة عن المربية اللي وظفها هان لي حاكم بينجي جو وكمان هو بتفهم في الطب شوية واكيد هيستدعو طبيب قريب في واحد متنكر وبيدور عليهم تقريبا فني بيخبيها منه برأسة رومانسية وقدم لها هدية لعبة حالوة بيعرف سوي انه محبوس عند هان لي فبيبعد حد الهان لي علشان يطلق صراحة وإلا هيروحوا يقتلوه بيخرج ني وهو وبيقتلوا الحراس لكن بيتقبض عليهم في الآخر وهو بتكون رجلها تلوت فبيشيل هان لي وبيدخلها وبيتكلمه وبتقوم هو تعزف وني بيرقص بستيف هان لي شخصيا المهم هان لي بيقولهم انه هيطلق صراحهم وني بيطلب دكتور لهو علشان يتطمن عليها هو بتدي عصاية شعرها اللي هي هداية من والدتها لني كاتسكار وبيهذره سوا وبتمشيهو مع الحارس اللي بعته سوي الهان لي سوي بيفرح جدا اللي رجوع هوو بيسألها عن عصاية شعرها وهي بتقوله انها ضعت منها فقال لها خسارة دي كانت المفضلة ليكي من صغرك وقال لها اني جيب لك واحدة غيرها فأسر العاصمة الغربية بيحصل شغل كدنسة في شغل أطفال كده بتفضل هوو بتفكر في ني ومسك الخرس بتاعه وني برضو بيفكر في هوو ومسك عصاية شعرها وشغل الرومانسية واجع البطن بدأ هو بقى وهيصدعونا هو بتروح لسوي وبتتكلم معي ان ني أعظم خصم ليهم وبتمدح فيه طبعا وبيقلق سوي منه فبتقول لهو انها عندها خطة تخليه بقى في صفهم وما يخنهمش مهما حصل بيعرف هانلي ان ني مش هو سيد سوي زي ما كان ضحك عليهم وبيقمر باعتقاله وبعدين بقتله بيروح ني لهانلي وبيقوله انه عمل كده وقال لهم انه سيد سوي بأمر منه وانه مالوش زنب وممكن كمان ينضم ليهم لو حبين فبيقمر هانلي بيعتقاله هو بتبعد توزي للقائد بي علشان تقولهم عن مكان ني بتلاحظ توزي انهو بتتكلم بغربة عن ني وبييجي سوي وبيديهو دبوس لشعرها هو صنعهولها بنفسه وبيحاول يلبسهولها لكنها بتمنعه بلطفه وبتقوله انها بتحب التاني قوي ومش حابة تبدله لكنها تحتفظ بده كهدية منه بييجي واحد لني وبيعمل انه حبيبه بقى وبيديله عصير في سم لكن ني اسكى منه وبيبدل الكساد في لحظة والراجل بيموت بداله والحمد لله نصيبه كده بقى ربنا يرحمه بتروح هو تسأل الجيش عن هانلي وبيقوله لها انه هرب وبعته ناس وراه فبتقولهم هو لازم يقبضه على هانلي قبل اي حد بيروح حارس عند ني فبيستنيه يفتح الباب وبعدين بيدربه وبيخرج بيروح هانلي بيقبض على بنت شكلها حلو المهم ني بينقزها وبتشوفهم هو وتحسوا من شكلها كده انها بتغير بس على تقيل قوي المهم بعد ما بينقزها ني بيقبض رجالة ني على هانلي وبكده يكون فاز والمدينة بقت ملكهم دلوقتي المهم بيقعد سوي وهو معهم ني وزميله بي تقريبا وبيفضل سوي يهتم به وبيديلها حلويات تاكلها واما بيشوفهم ني بيغير جدا وبيضغاز قوي وبيقوم يمشي وبيقلهم انه جعانه هيروح ياكل وهو خارج سوي وتاوزي بيشوفوا الدبوس بتاع شعرها على دماغ ني وسوي بيتضيق قوي وتاوزي بتقول لهو تروح تجيبه لها فهو بتقول لها ان المصلحة العامة اهم دلوقتي بنشوف ني وهو بيفتكر في كلام سوي لانه راح له وقال له انه قريب قوي منهو وطالما ني ساعد هو اكي انه ساعد سوي بالزبط سوي بيروح لهو يتكلم معاها عن ني كخصم ليهم بتروح البنت واني ينج ودي البنت اللي انقاذها ني تشكره على انقاذه ليها وبتعرفه بنفسها وبتطلب منه انها تنضم الجيشهم وطبعا ني بيرفض لكن بعد إلحح شديد وتوسل منها سعبت عليه وقال لها خلاص اتنكري الراجل وانضم الجيشنا بتروح محذية ولي العهد تتخنق مع مرات القائد الاعلى وبيروح القائد الاعلى يتكلم مع محذية ولي العهد وشكله بيحبها قوي ومش بيستحمل ذعلها وبيصالحها بيروح بي صديق ني وبيتكلمه سوا وبيقوله شكلك بتحب البنت جو علشان كده خلتها تدخل الجيش ني بيقوله شكلك انت اللي بتحبها قوي وبيكمل ني كلامه بانه عينها في الجيش لانها مستشارة عسكرية كويسة فبيقوله بي انه مغرم بالامرة هو وني بيبتسمه وبعدين بيقوله لا ما حصلش بتروح توزيل هو معها اللعبة اللي جابها لها ني فحركة رومانسية وهما في الطريق هو بتلاقي اللعبة مكسورة فبتحاول تصلحها وبيجي ني ساعدها في تصليحها وبعدين بيتفقوا يروحوا سوا عرض الفوانيس حتى توزيل بتروح هي وزميل ني بيروح ني لهو بمركب وبياخدها وبيمشوا في البحر بيروح تشنج صديق ني يشتري لتاوه دي لعبة دورت رياح زي اللي جابها ني لهو بنروح لعمنا ني مع عمتنا هو وهم عايشين جو رومانسي بحت وبيتكلموا سوا وبين قوي طبعا الحب في عيونهم لكنهم بيكبروا وشكلهم هيتعبونا معاهم وبعدين فجأة وسط كل رومانسية البحثة دي هو بتقول انه دمها تبلد المركب اللي هما فيها صربت ميا وهيغرقوا ان شاء الله ويريحونا بتحكي هولني انها كانت بتحب البطاطا اللي كانت والدتها بتشويها لها فبيقول لها انا هبقى شويها لك المرة الجاية وبتقول له والله بمجرد ما تكلمنا انا بقيت جعانة هي مفجوعة لكن بشكل شيك وبتحاول تحسن من منظرها قدامه وفعلا اخدها تاكل في مطعم بيرجعوا لحظة اعدام هانلي بيكون جيش سوي عامل خطة ماكرة وهي انهم يسرقوا شارة النمر من بعد ما جيش التهدئة الغربية هياخدوها ويعدموا هانلي جيش التهدئة الغربي بيتديقوا جدا من جيش سوي لانهم خدعوهم وبيطلب ني انه يتكلم مع ينج على انفراد بتروح البنت جولي ينج تطلب منها تقول لها عن طريق تفصيل هدومها فبتقول ينج لتوزي تقول لهم على الطريقة بيروح ني يتكلم مع ينج وبتقول لها انها محظرية السيد سوي وتقريبا ده عندهم معناه مراته او حبيبته فبيتصدم ني من كلامها وبتسيبه وبتمشي توزي بتستغرب كلامها وبتسألها ليه عملت كده المهم بقى ان ينج مش محظرية السيد سوي ولا حاجة ده بتجدب عليه بس علشان يغير وفي الاجتماع بتفضل ينج تقرب من سوي علشان ني يضغاز وفعلا ني هيموت من الغيرة المهم بيتفقوا وبينتهي نقاش الجيشين بالليل بيروح ني لقودة ينج يرجع لها دبوس شعرها وبيرجع في كلامه في اخر لحظة وبيقربوا من بعض اللحظات وبييجي السيد سوي يكلمها وبيستخبني وبعدين بترجع ينج تشوف ني بس مش بتلاقيه بيروح واحد اسمه هينت شانج اللي والية العهد المفقود واللي بتكون محظية والية العهد السابق بس تعرف مكانه ني بيتكلم مع سوي في قعدة عرب كده وبيطلب منه الدعم الكامل من جواسي السوي اللي في العاصمة علشان يقدر ينقذ والده بيروح شخص معروف بانه شجاع جدا يتكلم معني وبيزرع شوية فتنة كده من ناحية سوي شبه الصحبة العقربة وسط شلت بنات كده وتلع هو فعلا عقربة زريعها القائد الخاين علشان يخلي جيش التهديق الغربي يقضي على جيش سوي في لحظة لكن هما طلعوا اسكى منه ومثلوا انهم بيتقتلوا فعلا وبيتقتل ني مع سوي على انه قتال مزيف طبعا ولكن بيكشف ني وجه الخصن فبيظهر انها ينجي مش سوي وفي لحظة بيلاحظ ني انها في خطر وان في غرباء عن الجيش كانوا بيقتلوا فعلا ولكن ني انقذ ينجي وتصب بجرحة خفيف في رجله الاعداء بيكونوا فرحانين ولكن قائدهم اللي هو السيد فوق كان وعد ني انه لو هزم جيش سوي هياخد منهم نص تجهيزاتهم العسكرية وبيروح ني لينجي وبيقولها انه عارف هويتها الحقيقية وانها مش زوجة السيد سوي ولا بلح وفعلا بتكون ولا مراته ولا زافتي دي كانت بتمثل عليه بس علشان يغير ويتشتت انتباهه عن الحرب مهو ما تنسوش ان كيدهون عظيم برضو بيروح جيش ني يجيب التجهيزات العسكرية من فوق ولكن ني اسكى منهم وبيكتشف انهم جايبين محاربين ومخبيينهم في عربية التجهيزات لكن على مين بقى دعمنا ني والاجر على الله ني ساب جيش ويقتحم التجهيزات العسكرية وطلعوا الكلاب دول من افاهم ني بيبعد جيشه وجيش سوية تساومه مع فوف صفقة وهي انهم يسبوه هو وما دنته في حالهم مقابل انهم يرجعو لهم والد ني بتروح ينجي مع ني على هضبة كده وبيتكلمه في امور الدولة اكيد وبيتكلمه في رهان وكده فبيقول لها ان التراهن ازاي وعلى ايه فبتقوله ينجي يغمض عيونه لو فتح عينيه قبل ما تعد عشرة يبقى خسران وبتغفله وبتقرب منه وبتقبله وهو بيفتح عيونه فهي بتضحك وبتقوله خسرت الرهان على كده وطبعا ني بيعجبه الوضع فبيقولها طب ما تيجي نعيد من الاول او ناخد جولة تانية بيروح ني وينجي يساعده في التنظيف وبترسم ينجي لحة ليه وبتسميها باسمه بتفكر ينجي بفكرة علشان يعرفه ينقذ والد ني ويستوله على المدينة من غير موالد ني يتأزي وفعلا بيحربوا المدينة وبيستولوا عليها اما عمنا ني وعمتنا ينجي بيقربوا من بعض وبيشوفهم سوي فبيأمر انهم يرحلوا في الحال واما بيعرف ني بالخبر بيتفاجئ جدا وبعدها بيتكلم مع ينجي وبتوعده ينجي انها تودعه قبل ما تمشي وبعدين بيجي خبر لني ان سوي جاي يقابله بيكرر ني انهم يحذروا سيد سوي لين من الناس اللي هتقتله وبيبعت رسالة لينجي بيقولها تحذر لان فيه ناس عايزة تقتل سوي بيفضل تشانج قار يقرب من توزيه وهي كمان بدأت تحناله شوية يعني بتروح ينجي في مكان كله زرع بيكون ني نايم في وسطه وبتنام جنبه وبتسأله هو ليه حذرها ان فيه حد هيقتل سيدها بيكملوا كلامهم وبيروحوا في النوم بيصحوا على مية المطر وهي بتغرقهم وبسرعة بتتغطى هي ونيه في مشهد رومانسي وبيجروا يستخبوا في البيت وبيجهزوا اكل سوا وبيأكلوا وبيعيشوا لحظات رومانسية جميلة جدا سوا وبيقولوا القائد المسؤول عن حراسته انه اكيد هيجي يومه ويرجع فيه لمدنته وعرشه وعلن ان قدام كل الناس كمان بتفضل نيه مع ينجي في البيت ده تحت المطر وبيتكلموا عن طفولة كل واحد منهم في اجواء رومانسية وكده بعد شوية المطر بيقفوا بيضطروا ينفصلوا خلاص وكل واحد يروح في طريقه ولكن نيه مش بيقدر وبيرجع لها فبتقولوا يروح لطريقه هو بيصر انه يرفقها شوية وبيبصوا البعض بنظرات حبه وبتسامة طبعا وبيتفقوا انهم يروحوا ارض العجائب لما السلام ينتشر سوي لي ابن عم السيد سوي بيعترد طريق ينج وبيعتقلها لكن السيد سوي وتاو زي بيجوا على اخر لحظة وبيؤمروا باعتقال سوي لي بدال ينج السيد سوي بيحاول يتكلم مع ينجي في موضوع حبه ليها لكن هي مش بتديله فرصة وبتفهمه انها بتعتبره زي اخوها بالزبط بنشوف العقربة اللي اسمه سوي لي وهو بيدبر مكايد علشان يتخلص فيها من ابن عمه وليه ني وينجي معهم بالمرة على البيع وخلاص المهم بتروح جوه تقول لني انها تحاول تساعد وتنكز والده لكن ني بيرفض وبيشكرها على جهدها لمحاولة المساعدة ينجي مع جيش سوي في الطريق وبيوصل خبر ان والد سوي تعب فجأة وانهم لازم يروحوله سون جينج الخاين بيقول لوالد ني ان اولاده التانيين ترجوه علشان يهتم بوالدهم اما ابنه ني فما هموش وقال له اقتله عادي طبعا عارفين ان والد ني مريد لوحده وراجل كبير في السن فمن قصر الصدمة بيجيله سكتة قلبية وبيستدعوله الطبيب وبيحاول ينكزه بنرجع لجيش سوي اللي في طريقه لوالد سوي لكن ابن عمه العقربة نصيب له فخه هجموا عليه وحوتوهم من كل مكان وبكل الاسلحة واخدوهم على اخوانا وبالفعل ضربوهم بكل قوة وكلهم اتصابوا سواء بالاسهم او السيوف حتى سوي وينج وتشينج كلهم اتصابوا على حفة الموت ومع ذلك كانوا بيقاتلوا لكن الحمد لله فجأة ظهر ني وبعده جيشه وبدأوا يضربوا الاعداء واخدوا المتصابين وماشيوا ينج كانت متصابة بسهم في صدرها وكان صعب جدا يخرجوه لانها مش هتتحمل القلم لكن ني فضل جنبها وسندها وتحمل القلم معاها وفعلا هي كانت بتموت من شدة القلم وهم بيخرجوه لكن بمجرد ما خرجوه قهم عليها سون جينج بيؤمر خدمه انهم ياخدوا والد ني ويحرقوه ني بيكون اسكى منهم وبيقدر انه يبدل الجثة ويرجع والده لي وبرغم كل اللي عملوا ني علشان يقدر يرجع والده والده مش بيقدر اي حاجة من اللي عملها وبيهزقوا وبيقولوا انه ابن عاق ومع ذلك ني بيعتذر له برغم انه مش غلطان وملوش زنب لكن والده المتخلف ده بيفضل يوبخوا ويقولوا انه ابن عاق شينج بيروح لتوزي وبيقدم لها نودلز وبيكون مبسوط جدا لانه عاجبها وده بقى التاني سنائي جميل في المسلسل لانت شينج مغرم بتوزي مش بس بيحباها بتصحى ينج وبتشوف ني نايم جنبها فبتحاول تغطي وهو بيفوق على حركتها وبيقول لها انت كنت بتحاول اتقربي مني ولا ايه وبتسألوا ينج ازاي عرف انهم اتعرضوا الكمين وهو بيوضح لها والحمد لله برضو بيفوق سوي لكن بيحزن جدا لان شينج تقتل بتروح ينج تطمن على سيدها سوي وبتتدايق من كلامه لانه مش عايزها تصق في نيه وبتسيبه وبتمشي نيه بيسمع توزي بتدور على سكر او عسل علشان هيساعد ينج تتعافى بسرعة فبيجيب لها عسل ويعيشه بيروح لها وبيتكلمه عن امور الحرب وغيره الحالة الصحية لسوي بتتدهور قوي وهو بيتوسل لينج انها ما تروحش للحرب لكن هي بتقول لها انها اخدت قرار وبتمشي ونيه كمان بيقول بيه على اللي ناوي يعمله وبي بيرفض برضو المهم بيتنكر نيه وينج وجو بيروح ينفزوا خطتهم بيتقابلوا سوي وبيقضوا وقت جميل سوي رغم انهم في حرب وبلاوي بنشوف الاخين التانين لنيه وهما بيتكلموا عنه واما بتيجي اختهم تتكلم عنيه كاخ تالت ليهم بيتضايقوا جدا وبيزعقوا وخلاص بقى يعني سنورة غمزت والحياة بقى لنها بمبي والدنيا ربيع والجو بديع وبقت ينج ونيه قريبين قوي من بعض وبيتكلموا كتير ساوا وبيضحكوا متفاهمين باختصار يعني بقوا احباب القائد الاعلى الخاين سون جينج بيبعد قوات تفتش كل بيوت المدينة علشان يلاقوا جسد هانلي او يقبضوا على نيه وينج لكن هما بيهربوا عند بيت الست اللي انقذوها هي وبنتها في الطريق زمان السيد سوي بيقلق جدا على يينج فبيبعد توزيه تدور عليها وبيتطمن اول باول هل الاعداء لقيوها ولا لا بتكون بنت الست دي مخطوبة وعلى وش جواز فبيمثله ان يينج هي العروسة واني هو العريس والجاري للمتعيس بقى فعلا بيقدروا يعدوا الحمد لله بتوصل توزيه ليينج وبترد برسالة لسيد سوي اللي اكيد بيتدايق وبيغير اما بيعرف اني مع يينج ولي العهد مازال مع حراس مشددين عليه وفي حارس قريب جدا منها بيتكلمه سوي دايما عن امور الدولة وبيحاول ولي العهد يتطمن منه على احوال الامبراطورية توزيه بقى خلاص قلبها حن وبقت تتعامل مع تشينج ار بشكل لطيف وبتقدم له اكل وهو عبيد طبعا فالعم بيه بيحاول يصلح الوضع ويخليه حس على دمه شوية ويقرب منها بيتكلم ني وينج هيعمله ايه لو انتشر السلام وما بقاش في حروب وبيتوعدوا انها لو هتعيش حيات رحال هتروح في منفذ لو لان تزوروا بنشوف محظية ولي العهد مع سون وبيتفقوا اما ينتشر السلام يروحوا الجبل بنشوف جيش التهدئة وهم مهزومين ومتصابين وواحد منهم بيسأل القائد بيه هو ليه جيش سوي اتحد مع جيش العدو سون جينج وهجموا عليهم بيسمع تشانج ار صوت جيش جاي وبيقرروا يحربوهم اما جيش التهدئة بقيادة بيه برضو بيسمعوا صوت وما بيعرفوش اذا كان عدو ولا صديق فبيقرروا يهجموا برضو واما بيتلاقوا الجيشين سوا بيسألهم نيه هم ليه متصابين كده وإن اللي جارة فبيقولولوا اللي حصل وبيحاولوا يهجموا علي ينج باعتبار انها خينة وليها يد في كل اللي حصل لهم بيمنعهم نيه وبيروح يسألها اذا كانت تعرف وكان ليها يد فعلا فبتقولوا ينج انها ما كانتش تعرف وبتقولوا هتصدقني لو قلتلك اني معرفش حاجة عن اللي حصل وهو بيعترض فبتقولوا مش هقدر اقولك حاجة طول ما انت مش مصدقني بتروح تمشي ونيه بيوقفها وبيرفع سيفه عليها وبتتجهله وبتمشي فبيروح قدامها وبيهجموا الجيشين على بعض وبيتقاتل نيه ويينج وبعدين بيفوز نيه طبعا وبيحط السيف على رقابتها وبتتجرح فبتقولوا انها ملهاش اي زنب في اللي حصل وما كانتش تعرف فبيقول لها تمشي من وشه هي وجاشها وانه لو شاف اي حد من اتباعها مش هيرحمه فعلا بتمشي وبيفضل نيه مع جيشه وحالتهم صعبة قوي ونيه طبعا مصدوم لانه مفكر ان ينجي لها علاقة باللي حصل فعلا وغفلته ينجي كمان بتكون متضايقة جدا وحزينة من اللي حصل بيروح العم بيه وقول لنيه ان ينجي فعلا ملهاش زنب لان لو لها يد فيه كانتها تقول بتروح ينجي تقابل السيد سوي وبتتعصب عليها انه خنيه وهجموا عليهم وبتتخنق منه وبتسيبوا هو وجيشه وبتمشي وبتفضل تدردش وتفتفض مع توزي وبتقول لها انها ما توقعتش تقابل راجل زي نيه وبتقول لها وهي حزينة وعيونها كلها دموع انهم من دلوقتي هيبقوا قعداء بيبعت اخو نيه امدادات لجيشه بيروح السيد سوي تكلم مع ينجي وهي بتقوله انك خططت كويس قوي لخياناتهم روح ارتاح بقى مفيش فايدة من كلامنا دلوقتي بيتفق نيه مع جيشه وبيقوله انه خلاص هيهجموا عليهم فبيسألوا نينكز ينجي ولا لا فنيه رد بلا واستغرب بيه جدا طبعا وفعلا هجموا على جيش سوي هجوم مدمر وكان نيه والعم بيه وشوية تاني بيرقبهم من فوق الجبل ونيه كان واخد باله من ينجي وبيقتل اي واحد يقرب لها او بيحاول يقتلها فبيعلق العم بيه وبيقوله انت بتقول كلامه بتعمل عكسه يا نيه طبعا بيقصد انقاذه لينج وينجي بتعرف ان فيه حد من بعيد بيساعدها وبعدين بيقتله السيد سوي وبتحاول ينجي تنقذه لكن مش بتقدر فبينزل نيه بجنوده يكمله على باقي جيش سوي وبيروح لينجي فبتسأله انت كنت قاصد تعمل كده قال لها ايوة وطبعا هي حزينة ومتدايقة جدا وبيحبسها نيه مع توزي ينجي حزينة جدا ومريضة ومش راضية تاخد الادوية وبتتكلم مع توزي انها خايفة على السيد سوي لانه ممكن يكون مات وهو كان بمثابة اخوها الحقيقي كل ده ونيه بيتصنت عليهم بتمشي توزيه وبيدخلني يتكلم مع ينجي ويقول لها انه تسرع في الحكم عليها وفعلا ما كانش ليها يد في الهجوم اللي حصل عليهم بتقوله اعتبرني كان ليه يد وقتلني وريحني وبعدين بتتعصب منه وبتقوله اخفي من قدامي دلوقتي لاني مش طيق اشوفك فبيسيب لها كيس فواكه مجففة فبترميع عليه وبيقع على الارض وهو بيتجهل اللي حصل وبيمشي بيتكلمني مع زميلو بيه بخصوص الحرب والجيش وغيره فبيقول بيه ان زواج ني وينجي مستحيل يتم لان والد نيه مش هيوافق انه يتجوزها فبيفكر نيه في كلامه وبيقوله وبدري قوي على الكلام ده ينجي قعدل وحدها وحزينة جدا وبتعيط والدموع بتنزل من عيونها بغزارة حزينة على السيد سوي وبتفتكر كل ذكرياتهم سوا وبتصنع لعبة شطرانجو وبتنزف ايديها والدم بيملى المكان بيروح نيه يتكلم معاها وهي بتقوله انها مش بتحبه وكانت بتحب سوي وهي اللي تقمرت ضده فعلا لكن نيه فهم انها بتكذب عليه وبتقوله كده بس علشان تدايقه وتجرحه وبيطلب منها انها حتى لو متدايقة منه ما تقزيش صحتها لانها لسه مصابة بيحاول تشانج أور كمان يقرب من تاوزي وهي كمان بتتجاهله وبيرجع نيه يحاول مرارا وتكرارا نيه صالح ينج ويهتم بصحتها بيكرروا انهم يولوا نيه امير جين بتصحى ينج من نومها بتلاقي نفسها في مكان غريب وجميل جدا طبعا اكيد عمنا نيه هو اللي عمل كده ما طبعا نسيب حالنا ومالنا وجيوشنا وحروبنا ومدينتنا ونشوف الست ينج هنصالحها ازاي وبيفضل نيه كل يوم يجيب لها ورد وتاني يوم يغيره وهكذا فترة كبيرة لغاية ما قلبها حن ست الحسن والجمال وبقيت تاخد الوارد المهم توزي وتشانج اار كمان بدأت العلاقة تطور بعد الحح شديد من تشانج اار ان توزي تسمحه وبعدين توزي بتبعت تشانج اار لني علشان يبشره ان ينج هتقابله الليلة علشان يترده ويتصلحه يا طرى بقى ينج فعلا قلبها حن لني وهتسمحه وهيكمله قصة الحب الجميلة دي اللي مبدأها كان ما محبة لبعد عداوة والذي مؤمرة من ينج وتوزي علشان يهربوا ويرجعوا لجيشهم وينتقموا لسيدهم سوي من اللي قتلوا بتروح ينج ونيفة عشاء صلح ومين طبعا قصادهم توزي ومعها تشانج اار وبيسيبوهم لوحدهم علشان يتصلحوا بقى وكده وطبعا بيتخنقوا وبعدين بيتعطبوا وبيوصلوا للمرحلة الاخيرة والحمد لله اللي هي بيتصلحوا وينج بتقدم له هدية ولكن العقربة ينج طلعت بيت غفله زي ما قلتلكه بالزب وهي فعلا نصبت له الفاخ ده في الهدية دي علشان تنيمه وتهرب هي وتوزي وبتروح تنيمه وتقوله انهم اعداء بعد كل شيء وبتقوله خلي بالك من نفسك وبتقبله على جبهته وبتمشي بتطلع ينج وتوزي على مركب وبيطلبه من سائق المركب بيوصلهم بسرعة لكن على مين دعمنا ني على سن ورمح طلع هو بقى سائق المركب ومقدروش يهربوا منه برضو بيروح ني يتكلم مع ينج وتوزي اللي بتقوله ينج هتساعده يقتل سونج مقبل ان يسيبها تامشي فبيرد ني عليها ويقولها ان بنت سوي الوحيدة اهم بكتير من كل ده طبعا ينج وتوزي بيتفاجئوا جدا بتسأله توزي بغضب وبتقوله يعني انت عارف انها بنت القائد بيطلب ني من توزي تخرج لانه حابب يتكلم مع ينج على انفراد وبيحكي ني لينج انه كان عارف من زمان وبعت رسالة لسوي انه انقاذها وانه يروح يقضي على الخاين سونج وان ينج عند ني في معسكره بتتعافى وبيكملوا كلام كمان شوية وطبعا بيفضل ني ينكشها وبيتكلموا بصرمة وتحدي تاني يوم بتكون ينج مبسوطة وبتاخد الدواء عادي من غير ما تصدعنا فبتستغرب توزيل كده وبتسألها في ايه فبتقول لها ينج انها حاسة قريب هترجع لولدها فمش حابة ان والدها يقلق عليها لو ما كانتش تعافت تماما وبتتمنى ان السيد سوي يكون لسه عايش لانها تندم طول حياتها لو ما كانش عايش الحمد لله حرس السيد سوي بنشوفه بيجره على عجلة ومعناه ان السيد سوي عايش واحتمال انه يتعافى بإذن الله بتوصل رسالة ني من سوي بانه واخد باله من والده وإخواته بمعنى الصح يعني بيهدده بيروح ني لينجو وبيحكي لها اللي حصل فبتقوله ان والدها رجل مدياف وكريم اكيد يعني والده هيرتاح عنده ني بينكش يينجو وبيسألها انت وارسة السحر والجمال ده من والدك ولا والدتك وبعدين بيتكلم بجد وبحزن وبيقولها بعد ما نفترق دلوقتي يا ترى امتى هنتقابل تاني وبيتقابل توزيو تشانجو بتكون تومي دايقة جدا جدا لانها تفرق تشانجو هتبعد عنه وهو بيكون جايب لها هدية صفارة اما بتستخدمها فبيسمعها تشانجو بيحس بيها وبيقضوا لحظة رومانسية وجميلة سوا اما ينجو ني بيروحوا يتسبقوا سوا وبيروحوا على ارض العجايب وبيكونوا زعلانين لانهم كانوا متفقين يروحوها سوا بعد ما ينتشر السلام فبيقول لها ني إنهم بعد ما يحققوا السلام ان شاء الله يروحوا المدينة تانية علشان يعيشوا حياة حرة في سلام وبيقربوا من بعض جدا وبيقضوا وقت جميل قوي ورومانسي سوا وبيقعدوا تحت شجرة بيكملوا كلامهم وكل واحد منهم غيران على التاني وبيغني ني لينج لغاية ما بتروح في النوم وبيرجعوا طبعا وبيكون وقت رجوع يينج أما السيد سوي بنشوفه فاء ولسه تعبان جدا طبعا وأول حاجة عملها انه سأل على يينج وطلب منه الجندي اللي أنقذوا انه ياخد باله من نفسه ويشد حيله ويروحوا يدوروا عليها ويشوفوها ني وينج والبقية كلهم بيوصلوا الحمد لله بخير وبترجع يينج لأبوها ومعها توزي وبيطلب والد يينج من ني انهم يفضلوا كمان شوية يعملوا نقاش بسيط كده يينج وتوزي مبسوطين برجعهم لبيتهم أما عمنا سوي بيسألني انت ليه لابس دبوس الشعر بتاع بنتي فبيردني بأن بنته الآمر هو هي اللي ادتهوله فبيقول له سوي انت عايز تستخدم جيشي علشان ترجع العاصمة الغربية ولا ايه هو انت فكر انك عشان رجعتلي بنتي مش هارفقت عراسك وبيرفع عليه ستيف توزي بتسأل يينج انت مش قلقانة من وجود والدك وني سوا فبتقول لها انها وثقة فيهم وبتنكوشها بتكلم عن تشانج ار طبعا حبيبها دلوقتي يينج بتروح بصنية العاشة لمكتب والدها بيسألها والدها مش عايزة تعرفي مكان ني ولا ايه قربت يينج منه وسألته انت قتلته فرد الحج سوي بغيز وقال لها ده خطف بنتي الوحيدة مش عايزة نقتله ردت يينج بان سوي كمان احتجز ابوه واخواته يعني متعدلين على كده لا وكمان والدها كسبان بيسألها والدها انت ليت ديتي دبوس الشعر بتاعك اللي هو اصلا ذكرى من والدتك اللي يرحمها لني بتتوتر يينج وبتقوله انها اديتهوله كمكافأة لانه كسب الرهان المهم بيتناقشه كتير هي والدها لان والدها حابب يقطع راسني انما هي بتحاول تقنعه انه لو فضل عايش هيقدروا ينشروا السلام في البلاد زي ما هم عايزين والحمد لله بعد النقاش طويل ومحيلة بتقدر يينج تخلي والدها يطلع نيه من حبسته وبتروح تعمله اكله وبتقعد جنبه وبتبص عليه وبتضحك في لحظة رومانسية سعيدة وخلاص بقى دحكت يعني قلبها مال بتروح توزي تتكلم مع تشانج قار وبتوديله اكله وبتطمنه على نيه وهو بيقول لها انه مش قلقان على نيه هو قلقان انه ممكن ما يشوفهاش تاني بيجي وقت الحرب وني بيودع يينج وبيهدلها دمية لعبة هو صانعها وتوزيه وتشانج قار بيبصوا البعض بحزن وحب كبير وبيكون السيد سوي جاي في الطريق وبيشوف نيه وينجي قريبين من بعض وبيتدايق جدا جدا بيطلع احسنتهم وبيمشوا وبيرجع نيه بحصانه وبيقول لها بصوت عالي انه لما ينشروا السلام هيرجع ويتقدم لها ويتجوزها وبيفضل يصدعنا ويقول لها هتجوزك بصوت عالي وهي طبعا طيرة من الفرحة مش فرحانة بس بييجي والدها بيرمي سهم قصاده وبيقول له المفروض انك تمشي يا صاحب السمو وبيقول لها خلي بالك من نفسك وبيمشي وهي بتجري وراخة توتين وبتقف طبعا حزين على فراغه اما السيد سوي بيكون هيموت من التعب وبيرجع على الكوخ اللي كان فيه بيتعب سوي قوي طبعا لانه مريض وبيزيد على تعبه ان ينجي ما بقتش ليه وحزين عليها جدا وبيقول انه ضعيف وعلشان كده ينجي مش بتحبه وبيوسيل صديقه اللي معاه وبيقول له انه لازم يتعافى ويبقى قوي علشان ينجي تنسى ليه نيه وتحبه بيكون نيه مع جيشه وبيتنقشوا سوا فبيقول لهم انه واثق فيهم يقصد جيش سوي والد ينج اما ينجي فبتروح تجور ناعم مع والدها علشان قلبه يلين شوية من ناحية نيه اما العدو امراته او حبيبته تقريبا بيكونوا قلقانين وهيفين وبيقضوا لحظة رومانسية في جو الحروب اللي احنا فيه ده يعني بزمتكو ده وقته المهم بيروح جيش نيه متحد مع جيش سوي بيهزموا العدو وفعلا بينجحوا في كده وبيدمروهم بمعنى اصح والد نيه واخوته المعتيه بيفرحوا جدا بان نيه انقذ العاصمة وكان هما كانوا جزء من الانتصار ده بيروح نيه يطلب من ينجي تنقذ محظية ولي العهد المهم سنجي الخين وحبيبته اللي هي محظية ولي العهد حطت سمي في الرش بتاعها وقبلته قبل ما تبتدي الحرب وده السبب في موت الخين سنجي ومراضها بتحاول ينجي وتوزيع الجوهة وفعلا الحمد لله بينجحوا بتفوق ولا هي حبيبة الخين ولا حاجة دي كانت معالة انها مستنية الفرصة بس علشان تقتله بيروح نيه لوالده ووالده طبعا طاير من الفرحة ومش مصدق نفسه وبيقول يقولي بعد انجزك العظيم ده نفسك في ايه مكافأة رد نيه بانه مش عايز مكافأات هو بس عايزه يسمح له يجيب الرجالة يحي ولي العهد لانه ده من حقه فوالده شكله كده كلام ما بيعجبوش وبيقوله سيب نفكر وارد عليك بتروح ينجي لنيه وهو كان بيقرى شوية عم المثقف المهم بيقضوا لحظة رومانسية سوا وبعدين بيحصل موقف غيرة كده من ينجي عليه وهو بيفهم وبيقول لها انت بتغيري علي وكده وطبعا هي بتنكر وبيروحوا هما الاتنين سوا لمحل حلويات بيشتروا منه حلويات لهم هما الاتنين علشان كلام ما ينجي تشتق لنيه تاكل منها والعكس شغل حبه ونحن حزيادة بقى وهندخل على جو التلزيج المهم ندخل عالجد في اجتماع بيقرر والد نيه يمنح لأخوه لقب مهم فالكل بيعترض لان نيه اولى بكده لانه هو اللي انقذ العاصمة الغربية المهم بيتخلى نيه عن المنصب فبيتردوا والده من الاجتماع بيبعط له اقرار كمان بانه مفصول عن اي مناقشات او قرارات سياسية او عسكرية لانه قال للاحترام مع والده بيفضل نيه قاعد وبيفتكر كل ذكرياته المؤلمة والحزينة اللي عاشها مع والده المتخلف ده بتروح ينجي مع والدها وتو زي ياخده لعزل سوي اعتبارا انه ماته مدفون هناك وبتشكر ينجي فضله عليها وبتقوله انهم هينتقموله وهياخدله حقه وهو دلوقتي بقى بهويته الحقيقية اللي هي اليوت شينج فنج بيكون اليوت شينج فنج في الطريق وتعبان جدا ومعاه صديقه المخلص ده وهما اللي اتنين مش بيستحملوا يكملوا تاني في الطريق وبيتعبوا جدا وبيغم عليهم وفيه تلات اشخاص باحصنتهم مع الدين من نفس الطريق فبيقفوا عندهم بيكون نيه محتجز في قصره وبيروح يبعت القائد بيه صديقه برسالها فاضية وعلبة حلويات من اللي بتحبها ينج بنشوف واحدة ملزقة كده بتتلزق في نيه وبترسم له لوحة لوالدته وبتهديهاله بتعرف ينج بيحتجازه في قصره بسبب سمعة والدته الله يرحمها بقى مايجزش عليها للرحمة فبتكرر تروح تزوره وتتطمن عليه وبتقول لتوزي تستخدم صفارتها علشان تشانج قار ييجي وياخدها لنيه وفعلا بيحصل كده وبتروح تقعد مع نيه اللي بيفرح جدا بوجودها رغم انه حزين جدا وبيحكي لها كل حزن وحزن على والدته وبيقول لها انه مفيش منه فايدة وبيعيط وبتقرب ينج منه وبتوسيه فبيقول لها انا بحسد السيد سوي لانك معه على طول فبتقوله منا جيته وعلشانك ومعاك رد نيه وقال لها لكن انت هتمشي قريب قالت له لأ مش همشي ووعيدك هفضل معاك اللي لادي وطبعا هو فرح جدا وتشانج قار بيروح لتوزي وبيقض وقت جميل سوا برضو وبيقوله انه مش تقل بعض اما نيه وينج بيسهروا سوى لغاية ما بيناموا هم قريبين من بعض وبيصحى نيه الصبح وبيتخيل ان كل ده كان مجرد حلم ولكن بيقابلوا تشانج قار وبيقوله ان توزيه كانت هنا مع ينج بالليل فبيفهم انه كان حقيقة وبيطلع حصانه وبيجري بسرعة جدا وبتروح ينج وتوزيه على مكان شبه المطعم كده ونيه كمان بيروح على هناك علشان يشوف ينج بتكون توزيه وينج بيتكلمه وفجأة بيجي تشانج قار برسلة مهمة ومستعجلة من نيه جيش سوي رايح يقتحم العاصمة وبيفضل والد نيه واخواته في حيرة شديدة ومش عارفين يتصرفوا ويحلوا الموقف يا تارى بقى هيلجأوا لنيه ولا هيفضلوا مصرين على قرارهم وهيستنوا لغاية ما جيش سوي يدمرهم ويا تارى ايه هو محتوى الرسالة المهمة المستعجلة اللي بعتها نيه ليينج وصلنا لان والد نيه اتزنق في حل مشاكل جيشه وامر باطلاق صراح نيه من حبسه قال ايه يعني لانه اعترف بخطأه وهو والله ولا اعترف ولا حاجة ده هو حفظا لماء وجهه بيقول كده مش اكتر اما بقى محتوى الرسالة اللي كان بعيتها نيه ليينج فهو بيقول انه كاتب لها والله واعلم انه محبوس دلوقتي في قصره وانه محتاج جيش سويه في الوقت الحالي لكنه هو وينجي بيبعطوا البعض رسائل حب وغرام قال يعني بيتكلموا عن الحروب وكده المهم بيمثل نيه انه مريض علشان ما يقبلش قرار والده اما والده فبيتخانق من اخه نيك كبير لانه مش ناصح الا يقول نعاقب نيه اما الاخ الاوسط بقى اللي هو اسمه لاي ده بقى الافعل لوسطيهم بيتلعب عليهم كلهم وبيمثل على كل واحد فيهم انه بيحبوا ولكن نيه فهمه كويس قوي وبيتلعب عليه برضه مبروم على مبروم مايرولش بتتكلم توزي مع ينجي على نيه اكيد هما بينموا على حد تاني غيره اما جيش نيه فبيفكروا طبعا في امور البلد والاستقرار وحبين يساعدوا الناس الفقيرة اللي هم منهم اصلا المهم بنشوف السيد سوي لسه عايش وبقت صحيته زي الفل كمان وبيكون متفق مع قائد قبيلة وده اللي ساعده يتعالج ويسترجع صحته وبيتفق معي انه يديله جنود من عنده ويحارب معاه اعداءه في الوقت ده بتكون ينجي بتهتم بولدها وبأدويته وبتخرج تتمشى مع توزيف السوق وبيكون سوي متنكر ومتغطي علشان تلمحه بس لكن ما تتأكدش وبيعدي من قدام ينجي في السوق فبتلحقوا ينجي وبتعمل علامتهم المميزة على الحيطة علشان توزيف تعرف توصل لها وبعدين سوي بيستخبه وبيخلي شوية جنود يحاربوها وبيقيدوها بسلاسل ولكن وهي بتحاول تقاومهم بيرشوا عليها سم وبتحاول تقاوم برضو لغاية ما بتيجي توزيف تساعدها وبيخلصوا منهم وبتقول ينجي التوزيف انتبهي لأنهم استخدموا السم لي ني قاعد مع باو وبيتكلموا وبيجي حمامه مع رسالة وطبعا بيكونوا مفكرين أن الرسالة من ينج ولكن بعد ما ني بيفتح الرسالة وبيقراها ملامح وشه بتتغير ليه بقى ما نعرفش عندي إحساس أن الرسالة ممكن تكون من سوي ومسرنا هنعرف يعني ونتأكد المهم سوي بيشرب كتير والمساعد بتاعه بيطلب منه يبطل شرب علشان صحته بيرد سوي أنه بيفكر يطرى طلعه السم من جسم ينج ولا لأ فبيقول المساعد أنه هيقول أنه هو اللي عمل كده علشان ينجي ما تلومش سوي رد سوي بنظرة تحسسك أنه تجنن خلاص وقال له إزاي ينجي تلومني وهي هتتجوزني أصلا بيروحني لينجي علشان يطمن عليها ويديها الدواء اللي فيه الترياء وبنفهم من كلامه أن الرسالة اللي وصلته كانت من توزيه وبيجرب يدواء لها الترياء لأنها قالت له أنه مر ينجي وبخده قالت له أن الترياء بيكون فيه سم إزاي أخده وهو مثل عليها أنه تعب بسبب الترياء وهي قلقت عليه جامد أم هو شدها عليها وقربها منه وقبلها ودها الترياء وقربه من بعض في لحظة رومانسية وهبه دخل عليهم أبو ينجي وجنوده وقرر حب سني ومعاقبة بنته ينجي حاولت تمنعه لكن ما قدرتش وقالت لتوزيه تستخدم صفرتها علشان تجيبت شانجا آر وفعلا عملت كده لكنه تأخر على بالموصل بالسبب الحراسة المشددة اللي عاملينها فدخلهم متنكر في زي جندي وأخدت ينجي نفس الزي علشان تروح تتنكر به وتدخل الزنزانة لنيه وتهربه وهم خارجين قبلهم والد ينجي بجنوده مستنيينهم وتكلم معنيه وسأله إذا كان بيحب بنته ينجي ولا لأ وطبعا نيه جاوب بأيوة وتقريبا كده يعني طلب إدها منه ولكن شرط والد ينجي كان تقيل حبتين وهو إنه يسيب جيش التهديئة الغربي خالص ويبعد عن جيشه وجيش والده ويكون قائد لجيش والد ينج لكن رد عليه نيه بكل صراحة وشجاعة وقال له مش هينفع لإنه ابن الامبراطور وده يعتبر خيانة الوالدي والجيشي فصعب جدا إني أعمل كده وبيكرر والد ينجي إنه يرجع للحجز فبيعترض نيه لإنه حابب يفضل مع ينجي لغاية ما تتحسن صحتها والسم يطلع من جسمها فخيروا والدها إنه يرجع للحبس ويدسجن 30 يوم ولا يتجلد بدلهم 30 جلدة واختار طبعاً 30 جلدة علشان يفضل مع ينجي وجلد فعلاً ما يستحملوش بني آدم وضهروا كله بقى دم وجروح طلب نيه من والد ينجي إنه يجيب له هدوم يلبسها بدل اللي تلطخت بدمه علشان ينجي ما تاخدش بالها بتفوق ينجي بيكون نيه نايم على الكرسي في قضيتها بتروح ينجي تغطيه وبيفوق على حركتها فبتسأله والدها إزاي ما حبسهوش فقال لها إنه تأثر بصدق كلامه ردت ينجي على نيه وقالت له بطل كذب وقال لي أقنعته إزاي قال لها إنه أقنعه بإن ينجي مش هتاخد الدواء إلا لو نيه جنبها لإنه بيحبها وهي بتحبه فوافق فضربته على كتفه بهزار فهو تقلم وحاولت ينجي تفهم منه متصاب من إيه وهو رفض يتكلم وحاول يتهرب بإنه يروح يجيب لها أكل فهي خلعته دومه بالعافية بشكل مفاجئ وشافت كل الجروح اللي في ظهره بنشوف سويلين ومرافقه وربطين بنعمهم في الشجرة وكان هيموت من العطش ودوله مية وظهر له سويلين فقال له كويس إنك لسه عايش قام سويلين ضربه بالقلم وقايل له أنا مش سويلين أنا اسمي ليو تشينجي فينج افتكر ده كويس قال له حاضر هافتكر وبيجوا ناسي يدوله حبايا سامة وبنفهم إن سويلين انضم الجيشو وده العدو اللدود لجيش سوي وأصبح اسمه طبعا مختلف اللي هو ليو تشينجي فينج والحبايا السامة دي ليها مضاد للسم يعني ترياء ولو ما نفسش كلام ليو مش هيديله الترياء وهيسيبه يموت طبعا بيوافق وبيشكره كمان شانجي أور بيكون مع تاو زي وبياكله سوع البحيرة واللحظة شبه رومانسية وبيسألها عن لي ني وهي بتطمنه عليه وبتحكيله كل اللي حصل بنشوف السيد سوي بيفتكر ذكرياته وكلامه مع ينج وبيدخل عليه جندي وبيقوله إنهم لقيوا أثر جواسيس واتضح إنها لسوي اللي هو ليو تشينجي فينج فبيأمرهم يخبوا الموضوع عن الأمر هو في الوقت الحالي وهو شخصيا هيخرج يتحقق بنفسه بيكون ليو رابط نفسه وفهم ابن عمه يقول إيه ويعمل إيه بالزبط قدام السيد سوي على أمل إنه لو نفس كلامه هيديله الترياء السيد سوي فعلا خرج مع جيشه وراح يدوره على ليو وما لقوه نفذ ابن عم ليو اللي كانوا متفقين عليه لكن ليو غدر بي والسيد سوي قتله بضربة سهم طبعا ليو كان عامل حسابه لكده وبنشوف ذكرياته مع السيد سوي ويينج وهو بيتقلق فرماية السهم وإصابة الهدف وبكده العقرب ليو ضرب عصفرين بحجر خلص من ابن عمه ورجع السيد سوي لصفه ابن أخو السيد سوي اللي تضرب بالسهم اتكلم بالصوت مش واضح وقال جي وشاور على ليو لكن ملحقش يكمل كلامه ووافطه المنية وانتقل إلى رحمة الله خلاص كده ليو حقق مراده مات ابن عمه وكسب السيد سوي لصفه بنشوف لي ني بيطبخ ليينج وبتقترح توزيه تساعده لكنه بيرفض فبياخدها تشانج أره وبيمشو وبتيجي يينجو بتقضي لحظة رومانسية جميلة مع ني ولكن بيكون والدها شايفهم فبيزعق وبيقول لها تروح لقطه وبتروح بنلاقي ليو هناك وبتفرح جدا وهو بيفرح بأنه شافها وبيقضه شوية وقت سوا وبعدين بترجع لني اللي بيكون متضايق وغيران بمعنى أصح وهي بتحاول تصالحه وتهزر معاه فبينتهز الفرصة وبيقرب منها وبيقضه لحظة رومانسية سوا وبيقول لها إنجيزي خلينا ننتهز الفرصة قبل ما بوكي ييجي بيروح شو صديق ليو يتكلم معاه وبيقوله إن ني موجود مع يينج وبياخد باله منها وده بموافقة من والدها علشان يعتني بيها وياخد باله منها بعد ما سموها فبيفكر معابسوت عالي وبيسأله معقولة ممكن السيد سوي وافق يجوز يينج لني ابتسم ليو ابتسمة صفرة كده وشريرة وقال الناس اللي هتعترض على جوازي أنا من يينج هتموت كلها وبما إن لي ني حضر هنا زي ما توقعت يبقى هو أول واحد هيموت بيروح ليو للسيد سوي بأمر منه وبيطلب السيد سوي من ليو يرجع لإسمه القديم ويتعرف على عيلته وأجداده ورغم كل ده هيفضل في مكانة ابنه وهيقول للكل إنه ابنه في التبني وكمان هيقول لهم يدوروله على عروسة حلوة بنت حلال علشان تستمر سلالة عيلته فبيروح ليو للسيد سوي ومعاه دواء قال إيه يعني هو في مسابة والده ولازم يعتني بيه وطبعا شكين إنه يكون في سم أو خلاص ما بقاش عنده حبيب ولا قريب بشكله تجنن بيروح ليو يتكلم مع السيد سوي وفجأة بيستفرخ دم كتير وطبعا فهمنا إن الأفعى ليو هو اللي اداله السم بدل الدواء ولكن الحرس شافوا ليو عنده فأكيد بالنسبة لهم ليو هو اللي سممه لعبها صح ليو وخطته ماشية فل للفل أمر ليو الحراس بإنهم يمسكوا ليو ويقتلوه ولكن فجأة ظهرت ينج وطلبت منه يطلق صراحه لأنهم مش متأكدين إنه القاتل ولكنه رفض وأمر بقتله ينج مسكت سفها وحطته على رقبة ليو وقالت له يطلق صراحه وإن لها تقتله فعلا ليو أطلق صراحه لكنه أمر الحراس يعتقلوا ينج في سجن الماء وكمان أمرهم يعتقلوا توزي لكن توزي حاولت تهرب وساعدها تشانجا أور بيتكلم ليو مع ينج وبيقول لها إنها غلطت لما أطلقت صراح لي ني وبيحاول يقنعها إن لي ني سم أبوها علشان يستولى على المدينة وبيروحوا يشوفوا والدها وبتطلب ينج تقعد تعتني به لكنه بيرفضوا بيحاول يلطف الجو في الوقت ده بيكون ني قلقان جدا على ينج والدها وبيفكر إزاي ممكن ينقذهم علشان يعالج السيد سوي بيتكلم المتخلف ليو مع ينج وبيجذب عليها وبيقول لها إن والدها اتفق معاه إنه يرجع لإسمه الحقيقي وبعدها يتجوزه وبيطلب منها يتجوزه للادي لكن ينج مش بتصدق وبتقوله والدي مستحيل يتفق على حاجة زي دي وتقريبا كده بتقوله حس على دمك معقول والدي بين الحياة والموت وإنت تقولي إن اتجوز وبترفض طبعا فليو بيقول لها إنها متوترة ومش عارفة تفكر كويس فبيطلب منها تحسبها صح وهو هيجهز كل الترتيبات لجوازهم بتطلب ينج من الحرس يجيبو لها ليو وبتكون فهمة كل أعماله الزبالة وإن هو اللي سمم والدها وكمان هو اللي بعت ناس تسممها في الأول بينكر لكن بعدين بيهددها بشكل شيك وبيقول لها إن طول ما الفرح في معاده والدك هيكون بخير بيروح يتكلم مع والد ينجو بيقوله إن دلوقتي جيش سوي وبنته المصونة كمان كلهم هيكونوا ملكه بتروح تاوزي تنكز ينج وبيفوق والد ينجو بيؤمر الحراس يعتقلوا ليو لكن أغلبهم بيكونوا خوانة تبع ليو وجيشو فبيبدأوا يتقاتلوا وبتروح ينج تقاتل مع والدها فبيقول ليو الحراس وقتلوا براحتكم أهم حاجة عروستي ما تتقزيش علشان هنتجوز النهاردة أم جاي ليني طيران كده وقال له مين قالك إنها عروستك أصلا وفضل يقاتل معينجو والدها السيد سوي وهو بيحارب شاف علامة جيشو على رقبة واحد من اللي بيحاربهم وقال بصوت واضح جيشو طبعا بما إنهم العدو اللدود لجيش سوي تعتبر خيانة عظمة من ليو اتفاقوا معاهم جنود جيشو المتنكرين على إنهم من جيش سوي عملوا حلقة وحوطوا ليو وهو ماشي بكل ثقة فاكر نفسه هيهرب بكل سهولة كده لكن على مين ما ينفعش ما هو دخول الحمام مش زي خروجه بيجي تشانجقاره معاه كم واحد من جيش التهديق الغربي وقال له إوعى تحلم تهرب وكملوا مشاجراته وقتل كلهم سوا وإما خلاص اتهزمه السيد سوي سأل ليو وبيقول له إنت إزاي تتجرأ تتحلف مع جيشو إنت نسيت العدوة اللي بيننا وبينهم رد ليو وقال له مفيش داعي نكمل في مصرحية الإبن والأب الحنون لأن انت عمرك ما عملتني زي ابنك الحقيقي انت بس كنت بتستغليني مش أكتر أم السيد سوي بص ليينج وقال لها مفيش داعي تخبي هويتك الحقيقية من دلوقتي وبص للجنود وكل اللي موجودين وقال لهم يا جماعة دي يينج بنتي أنا ما عنديش أولاد أصلا ليو ده ابني بالتبني واستخدم اسم سوي لينة علشان يدخل الجيش وأنا اعتبرته زي ابني دلوقتي أنا ما عنديش إلا بنت واحدة وهي يينج فبيقول ليو يستسلم أمرد ليو عليه وقال له انت ما تقدرش تمسكني النهاردة وظهرت جنود جيشو من كل ناحية ومعهم أسهم يعني حصروا قصر السيد سوي السيد سوي تعب فجأة وده أكيد بسبب السم مسكته يينج وقالت له بصوت واطي ان جيش التهديق الغربي خارج المدينة وقالت للجنود انهم لو استمروا الكتال كلا الطرفين هيعينوا من خسائر كتير سيبوا ليو تشينج فينج يمشي قال له سيد سوي غور في دهية وفعلا مشي وبكل سكة كمان قالت يينج لني قول لجنودك يحصروا ليو وينسبولو كمين أما يخرج من المدينة ويقتلوه وفعلا ادالهم إشارة بكده السيد سوي تكلم مع ينج وهو مصدوم ان ليو أصبح شرير وخين بالشكل ده فقالت له ينج ما تزعلش نفسك وفضل والدها يحكي لها عن الماضي في قصة جوازه من أمها وإنجابها وبعت لقادة جيش سوي وأنباءهم كلهم بإن يينج هي بنته الوحيدة واضطر يخبي أمر ولادتها واستبدلها بليو لأنه كان بيحب مراته ولو عرفوا إنها أنجابت بنت مش ولد كانوا هيتطروا يتجاوز غيرها وهو كان بيحب مراته وكل القادة رحبوا بيها وقرروا يتعاونوا معيها وفعلا نصبوا كمين لليو وجنود جيشو اللي معاه وقتلوهم لكن للأسف ليو قدر يهرب رحت يينج تقعد مع ليني وتشكره على اللي عمله وتفهم منه عرف إزاي إن والدها تسمم وعرف إزاي مكيدة الخين ليو فحكى لها إنه تسلل مع توزي وعرفه كل ده كل حكام باقي البلاد عينهم على جيش سوي وكلهم بيفكروا طمعانين يستولوا عليه من بعد ما عرفوا إن سيد سوي ما عندوش أولاد أما ليني بيروح لسيد سوي وبيتناقش معاه في أمور الاستلاء على البلاد وبيطلب منه ياخد يينج بقيادة جيش سوي تحارب معاه علشان المحكمة ما تطلبش منه يتقاتل مع جيش سوي بعدين وبيعترض والد يينج فبيقوله ليني إنه بالفعل اتفق مع يينج وينج وفقت فتعصب السيد سوي وقال له جاي تسألني ليه بما إنكم اتفقتوا أصلا وخلصتوا أم قيل له شكرا لإنك وفقت يا حماية رد السيد سوي بغز وقال له حما مين يا ابن انت بيروح جيش الأعداء الخوانة يقبض على القائد هان اللي كان بيحمي ولي العهد طول الفترة دي وبيهجموا عليه ولكن بيكون معه جنود قليلين والجيش اللي بيهجمهم كتير وبيقدروا للأسف انهم ياخدوا ابن ولي العهد اللي اسمه ليشوانزي وبيقتلوا القائد هان اللي بيفضل لآخر نفس بيدافع عن ابن ولي العهد بكل ما قوتي من قوة وبيحزن ابن ولي العهد في مشهد مأساوي جدا على مقتل القائد هان وبيحاول يدافع عنه ولكن ما بليد حيلة للأسف بيودوا ليشوانزي للقائد الأعلى وبيقولوله قدم التحية لكن هو بيرفضه بيقوله انت خاين وقتلت صاحب الجلالة ام قائد من الجنود هيدربه بيقوله بزعي اتكلم بأدب فمنعوا العقربة القائد الأعلى وقال له ما تخوفش الطفل قال يعني هو حنين قاوي والد ني بيبعت مرسون بتأديبه الخائن سون بعت رسالة بانه مسك ابن ولي العهد وطبعا الكل اتصدم وبدل ما كان والد ني بيقرر يعاقبه امرهم يبعتوله امر بانه يروح يقتل سون الخاين في الوقت ده بيكون لي ني وينج اصلا رسموا خطة وبيتنقشوا فيها علشان يوصلوا للخاين سون وينكزوا ولي العهد واكيد بالمرة يقتلوا الخاين سون ويستولوا على مدنته فعلا بيروحوا جيش التهديق الغربي وجيش سوي متحدين لانكز ولي العهد وقتل الخاين سوي لكن الخاين سوي بيهددهم بقتل ابن ولي العهد ولي ني بيقدم نفسه فدى ولي العهد فبيأمروا الخاين سون انه يقتل نفسه وكل جنوده بيطلبوا منه ما يعملش كده لكن الحمد لله في اخر لحظة بتيجي ينج وبتمنعه وبيبدأوا الكتال ضد الخاين سون وفعلا بيقدروا يقتلوا الخاين سوي وكل جنوده وبيكون القائد هان لسه عايش الحمد لله وبياخد ابن ولي العهد وبيتم محاصرة الخاين سون من كبل لي ني وينج واتبعهم ولكنه مش بيدي لحد الفرصة انه يقتله وبيقتل نفسه في الحال وبيكون القائد هان اخد ابن ولي العهد من غير محد يعرف وهارب وبيكتشفوا ده بعد موت الخاين سون وبيتخانق لي ني مع ينج وبنشوف العقرب اللي اسمه لي وبيروح يستطفل ميا العكرة وبيتفق مع العقرب التاني وهو الاخ الاكبر للي ني وطبعا انتو عارفين انه بيغير جدا من لي ني وبيكرهه وعايز يتخلص منه باي طريقة بتكون ينجز علانة من لي ني جدا انه بتحاول توزيه وتشانج قر يصلحوهم بينفزوا خطة مع لو باو وهي تخدير لي ني لكنه جاسوس محترف وبيقع لو باو في شر اعماله وبيتعب هو بدل لي ني المهم بيروح لي وتشانج يسممه ينج بسم مميز مفيش حد بيملك الترياء الا لي وزميله بتروح توزيه تعرف لي ني بحالة ينج اللي بتسوق وان مرضها غريب خطير لكنه مش بيهتم ظنن منه انهم بيخدعوه علشان يزور ينج ولكن فعلا حالتها بتسوق وما بيكونش ليه متوقع ان لي ني هيرفض يروح يشوفها وبيعدي 3 ايام وينج مريضة وفقد الوعي ولو ما خدتش الترياء هتموت فبيقرر ليه انهم يدوا الترياء لينج في الوقت اللي بتبدأ فيه ينج تتحسن وتفوق بيكون لي ني عند قضتها بيحاول يتطمن عليها ويدخل لكن توزيه بتمنعه وبتفوق ينج فبتفرح توزيه جدا وبتطلب ينج منها تسيبها تتكلم مع لي ني على انفراد وبتعطبه لانه ما كلفش خطره بس يجي يشوفها ويتطمن عليها وقت تعبها وبكده هي تأكدت بانها ما بقتش مهمة بالنسباله وطبعا بينكر لي ني وبيقولها انها اهم شخص في حياته بتوضح ينج لني انها حابة ان يكون الامبراطور لانه ممتاز في الشؤون العسكرية وحكيم وطيب وهيقدر ينشر السلام في البلاد اما اخواته العقارب مش هينفعه لكن ني بيرفض لانه حابب يوفي بوعده معاها ويروحوا يعيشوا في منفز لاولان يرقبوا ويحموا الحدود في سلام فبتفهموا انها مش موافقة تروح معالي هناك فبيقول لها ني انا عارف اني مقدرش اكبرك لكن لسه عندي امل انك توافق وتيجي معايا بتطردوا ينج لكن بطريقة شيك وبتقولوا انا خلصت كل الكلام اللي حابة اقولهولك تقدر تتفضل بيروح تشانج اار يقابل توزي بيجيب لها المكسرات اللي بتحبها فبيلاقيها زعلانة بيسألها مالك بتقولوا انها هتسافر وهتبعد واحتمال ما تشوفوش تاني لان سيد سوي اصر ان ينج ترجع له بما انها تعبانة فزعلت تشانج اار جدا ومسك وقيد بعض في لحظة رومانسية جميلة ومحترمة يعني الحمد لله وليني قاعد متضايق من اللي حصل كده وسرحان ومش بيتكلم مع حد كتير بيجي له خبر من السيدة جو انه يروح لها لو فاكرينها بقى دي اللي كان عينها من ليني في الجزء الاول وبتحبه المهم بقى كانت عايزة في ايه جايباله مربيته اللي كانت عايشة في الارياف علشان نفسها تشوفه بيشكر ليني السيدة جو على اللي عملته مع مربيته اما والد ني واخوه بيتكلموا بيخططه ازاي هيقدروا يستولوا على مدينة سوي ففكروا ان اخو ني تجاوز ابنة السيد سوي اللي هي ينجي حبيبة ليني طبعا بتتفق ينجي مع والدها انهم يبعثوا رد بانها تختار واحد من الامراء التلاتة تقصد يعني ني واخواته بتبعت ينجي رسالة لني انها تقابله في ارض العجائب هناك بيتكلموا وبيسألها ني ازا هتتجاوز ولا لا فاتضح انها عاملة الخطة دي كلها علشان تكبره يكون ولي العهد ولكنه ما زال بيرفض وبيسألها بتحبه ولا لا وهي بتقول انها بتحبه طبعا فبيسألها لو رفض انه يكون ولي العهد هترفض تتجاوزه ولا لا قالت له لو قلتلك ايوها ترتاح فبيتصدم ني وبيسيبها وبيمشي توزي وتشانج ار بيكونوا بيتكلموا سوا وبيعترف تشانج ار لتوزي انه بيحبها وعايز يكون معاها وهي شبه بتقوله انها بتحبه هي كمان بيستغربوا انهم شافوا لي ني ماشي بسرعة ولوحده وبيرجع كل واحد منهم من طريق بينتشر خبر حريق في قصر امير شين ومراته توفها الله والظهر كده ان امير شين عمل كده وهو متعمد علشان يقدر يتنافس معاهم على ينج ويقدر يستولى على جيش سوي بتفهم ينج برضو انه هو اللي عمل كده في امراته وبتطلب من والدها تروح على العاصمة علشان تشوف رد فعل بقى الامراء هيكون ايه وهيتنفسه مع بعض ازاي علشان يوصلوا لها ويقدم له الدواء علشان تشفى جروحه وبيفهموا القائد هان ان عمه واولاده ما نعرفش نواياهم ايه بالزبط وممكن يتخلصوا منه او يقزوه ازاي بيحقق نيب نفسه وبيتأكد ان اخوه هو اللي قتل زوجته والخدم كلهم وحرقهم وبيتضيق جدا لانه تصرف بالوحشية دي وروح لي ني جمع قدلة والشهود واعترف لوالده قدام الكل في المجلس بخصوص الافعال الوحشية اللي ارتكبها مع زوجته واخيرا شفت والد نيب يعمل حاجة لاخرته وبيقول كلمة حق وهي انه امر بسجن ابنه وانه يفضل يصلي لزوجته كل يوم تكفيرا على العمله معاها بتبعت ينجي مرسل نيب انها مستنية في ارض العجائب وفعلا بيروح يقابلها وبيطلب منها ما تضغطش عليه في انه يكون ولي العهد وتقول لصاحب الجلالة انها حابة تتجوزه وهي بتفضل مصممة على قرارها وبيوقفها نيب انها وبيقرب منها في لحظة رومانسية وفي الاخر كل واحد منهم بيروح لطريقه وهي رجع بيجي جنود خاصين بليوت شينجي فينج بيهجموها وبيخطفوها توزي ما بتكونش معاها بتكون بتاكل حلوة مع شانجي آر بأمر من ينج انها ما تروحش معاها وتسيبها تروح لوحدها وبتحاول ينجي تفوق وتقوم لكن بيكون المتخلف ليه ومخدرها تخدير جامد وبتروح توزي تقول لني ان ينجي مفقودة وبيخطط لي ني معاهم بيقدر يوصلها لكن بيظهر ليه المعتوه وبيقول لها انا حضرتلك هدومك ويلا نتجوز وطبعا هي بترفضه بتقوله بشكل واضح انها مستحيل تتجوزه وهو بيتخنق وهي بترد عليه بكل جرأة وشجاعة وقصوة وده اللي يستهله طبعا بيكرر ليه يهرب بينجو هم في الطريق بيكون ني عامله كمين وبيقدر انه يرجع ينج لكن للأسف ليه بيقدر يهرب مع كام شخص من جنوده بيرجعوا للجيش وبتفوق ينجو بيقدر وقت جميل سوا كلهم مع الجيش وقت كله سعادة وفرح وبعدين بيقدر سوا وقت رومانسي بيرجعها نيل والدها ووالدها الأول مرة بيقف في صف ني وبيقول لها ليه ما ودعتهوش قبل ما يمشي ده انقص حياتك قالت له جرأة يا حج سوي انت مع مين فينا حدد موقفك بالزبط بيتكلم ني مع والده المتخلف وطبعا بيشده مع بعض في الكلام فبيكرر والده ان جيش التهديق الغربي يصبح تحت قيادة أخوه مش تحت قيادته بتروح ينجي مع توزي لصاحب الجلالة وبيروح باوي يقول لني ولكنه مش بيهتم وبيقول انها بتعمل كده بس علشان تستفزه وتوزي وتشانج قاربي يحاولوا انهم يقربوهم من بعض بالحيلة ولكن بدون فايدة لانهم مش أغبية ولا هيصدقوا الحيلة دي تاني يوم بتروح ينجي للمحكمة وهناك بتصدم الجميع بكلامها لانها بتكرر ترجع مدينة لوي ينج للعاصمة الشرقية بدون أي حرب الامبراطور والد ني بيتر من الفرحة وقرر يعمله حفلة على شرف ينج بيكون حضر الحفلة دي لي ني وأخوه بتستفزه ينج بحركات مع أخوه علشان يغير لكن السيدة جو بتكون في صف ني وجنبه بينزلوا يتسكوا كفريقين وبيقع أخو ني والسيدة جو وبيفضل يتسابق ني ويينج فبتقرب منه بين القماش وبتستغل الفرصة وبتخطف من الورد ولا حاجة بالنسباله وبتتمشى ينج مع أخو ني وبيشوفهم وبيتدايق طبعا وبيغير فبيشوف السيدة جو بيفتح معها مواضيع وبيكلمها وبتشوفهم ينج وبتغير عليه برضو لكن هما الاتنين مخبيين ومبينين إنهم ولا فرق لهم ومن جواهم محروقين تاني يوم بيخر كل واحد منهم يتمشى وبالصدفة طبعا سبحان الله بيروحوا نفس المكان وبيتقابلوا هناك بتطلب ينج من ني يقضي معها اليوم ده زي أي حبيب وحبيبة يعني بكل حب وسعادة بيروح لي ويتفق مع أخو ني إنهم يقتلوا ويتخلصوا منه بيوصل لوالد ني جواب من السيد سوي بتتم كراءته قدام الكل بيطلب فيه من الإمبراطور والد ني إنه يعين لي ني ولي للعهد والجنود وقادة الجيش كلهم بيقيدوا القرار ده وده بيزعل ني جدا لإنه رافض توالي العهد إطلاقا بتقلق ينج من رد فعل ني لإنه ممكن يكرهها هي والدها من دلوقتي لإنهم سهموا في توليل العرش وبالفعل بيروح لي ني وبيتكلم بكل سرامة وغضب وجدية مع ينج وبيقول لها تدي له خلية والدته ودي حاجة كده شبه المدالية كانت دهالها للذكرى زمان وكمان رجع لها دبوس الشعر الخاص بوالدته وقال لها إحنا كده متعدلين وسبها ومشي بتفضل ينجز علينا وسهرانا في الضلمة وني مش بيعرف ينام برضو وبيتقلب يمين وشمال فبيقوم يفضل سهران طول الليل بيتمرن بالسيف بيروح أخو ني اللي حرق مراته عند والده بيمثل إنه مريض علشان يستسمحوا يعفي عنه مربية ني والسيدة جو بيعملوا فطير لني وبيروح يدهاله بيلقوا مش موجود فبتجرب مربيته واحدة من الفطير وبيعجبها طعمها جدا بيجي صديق ني بيستعجله وبيقوله إن المربية بتاعته عندها مرض شديد وبيروح لها ني فبيقوله الطبيب إنها ماتت وبيحزن جدا جدا عليها ولكن بيقعد بره وبيشوف طبق الفطير وبيفتكر كلام جو إنها أكلت الفطيرة وتعبد فبيشك إن الفطير مسمومة وبيبعت للطبيب الشرع وخبير سموم يدرسوا الفطيرة ويشوفوا هي فعلا ماتت مسمومة ولا لأ بتكون توزي بترقبه من بعيد تطمن عليه فعلا ني بيكون شكه في محله والفطير فعلا كانت مسمومة لكن الهدف منها كان تسميم لي ني والفاعل كان أخوك كبير اللي حرق زوجته وقصره رح له ني وهجم عليه وعلى آخر لحظة كان هيقتله لكن صديقه حاول منعه علشان ما يرتكبش خطأ هو كمان بيتمشى ني وبيكون معاه صديقه اللي خفف عصبيته ومنعه يقتل أخوه فبيسألوا ني عن اللي نصحه يقوله الكلام ده وقت غضبه حاول يجذب في الأول لكن ني كشفه فقاله إن ينج هي اللي قالت له كده بيروحوا الوزراء يتكلموا مع والد ني وبيطلبوا منه ينفي أمير شين اللي هو أخو ني الكبير كعكبا لي طبعا بيروح أمير شين يتوسل لوالده ويعاية زي الستات ويطلب منه يلغي المنفى بتاعه خالص لكن ما بليد حيلة بيتقابل ليو تشينجي فينجي مع الأخ الأكبر لني اللي هو العقرب الكبير اللي فيهم علشان يتفقوا إزاي هيستولى على العرش ني وجنوده بيكونوا رايحين يتفنوا مربيته وهم في الطريق بيتعرضوا لهجوم من جيش جيشو بالاتفاق طبعا مع ليو تشينجي وجيشو مع العقرب أخو ني بيعرف ني إنهم من جيش جيشو لأنه بيشوفوا شموهم على رقبة واحد منهم فبيفضل يقاتل فيهم وبيقول لتشينجي أري روح يدي خبر لبيوان علشان يعرفوا يحموا صاحب الجلالة فعلا بيهجموا على والد ني وبيكون معاه ابنه الكبير اللي هو أصلا متفق مع ليو علشان ياخد العرش وبيهجموا عليهم فمن غباء جنوده وحصده المنيل بيجي جندي متخلف منهم وبيقولوا إن لي ني مش موجود فيهم علشان نقتله وكده بيفهم والدني إن ابنه الكبير ده متمرد وعايز زقت لإخواته وياخد العرش وبيتصدم منه طبعا أما بيلاقي نفسه تكشف خلاص بيظهر على حقيقته وبيبدأ يتقتل مع أخوه وبيروح الأخ الأوسط فيهم يقتل أخوك كبير طبعا جيش ني بيكونوا كلهم رايحين علشان يشيعوا جسمان مربيته فما بيكونش معهم أسلحة واللي بيهجموا عليهم بيكونوا كتير جدا وكلهم مسلحين بيقوموهم كتير طبعا وبيقتلوهم بكل شجاعة لكن للأسف زي ما بيقولوا كده الكسرة تغلب الشجاعة بيروح ني بيلاقي أخوه الكبير ميت وأخوه الأوسط فيه واحد هيقتله فبيدفع عنه وبينقزه بيقوم أخوه ضربه بالسف بطنه طبعا ني بيتفاجئ جدا أغلب أصدقاء ني بيتقتله في مناظر بشعة للأسف بيتقتله كلهم واحد ورد تاني وفي الآخر لاوباو بيفضي ني وبينقزه وبيتضرب بسهام كتير جدا علشان يقدر يحمي ني بيقوم ني رغم كل السهام اللي في جسمه والطعنات اللي أخدها بالسيوف وبيحارب الجنود الباقيين مع العقرب أخوه وبيقتلهم كلهم بيجي دور أخوه علشان يقتله لكن طبعا أخو غدار بيستغل ضعفه وبيكون خلاصها يقتله على آخر لحظة بتيجي ينجو والدها وجيش سوي بيقتله وبينقزوا ني وتشانج آري ينجي بتاخد ني وبتعالج فيه لأن إصاباته كتيرة جدا وجروحه ونزف دم كتير قوي وتوزي بتهتم بتشانج آر وبتعالجه وبتهديه لأنه حاسس بالدم بالموت أصدقائه ني حزين جدا جدا على فرق أصدقائه بيفوقه بيروح يعمل حاجة شبه التقص ليهم وبيفتكر كل الذكرياتهم سوا وبيتعب قوي وبتجيله ينج وبتتكلم كتير معاه وبتبين له قد إيه هي بتحبه زي ما هو بيحبها وبتحاول توسيل حزنه على موت أصحابه كلهم بتحاول ينج تغير من الموت بتاعه وبتروح تاخد له مقاساته وتقوله إن جسمه خاسس قوي وبتحاول تعمله خدع سحرية وهو بيردها لها وبياخد دبوس الشعر بتاعها اللي هو ذكرى من والدتها وبيدلها الإسورة اللي ذكرى من والدته وبيحاولوها للحظة رومانسية بيروح ني وينجل محظية ولي العهد اللي بيكون ني وعيدها بإنه هيكنع والده يعين شوانزي ولية للعهد لكنها بتطلب منه يتولى هو المنصب ده في الوقت الحالي لإن شوانزي سنه صغير مش هيعرف يتولى شؤون البلاد والسلام في الظروف دي بيرجع والي العهد لوالدته وبيكون مشتق لها جدا الكؤد هان بيروح يشكر ني وني كمان بيشكره على حمايته اللي والي العهد لي ني وينج بيتمشوا سوا وبيتكلموا وبيكرر ني إنه هيتولى منصب والي العهد علشان يقدر ينشر السلام لغاية ما يكبر شوانزي ويتولى هو أمور البلاد والسلام وطبعا ينج بتفرح جدا بالقرار ده بيقدو مراسم توالي ني العرش وبعدها بتتكلم العقربة مرطبه مع أبوه بخصوص إنها تمنعه من جوازه من يينج وبيتكلم والد ني في الاجتماع والكل بيتفق على كده وبيأجل ني الكلام في أمر زواجه بحجة إنه لسه عايز ينشر السلام في البلاد الأول إنما كلنا عارفين إن كل ده علشان حبيبة القلب يينج المهم بيرجعوا يقضوا وقت جميل ورومانسي سوا وبيروحوا أرض العجائب وبيتكلم ني في أمور الشعب وزدي إنه يساعد الفقرة بيقدم لها ني هدية عبارة عن دفتر فيه رسومات بتعبر عن أغلب ذكرياتهم سوا وقال لها إنه ساب شوية صفح فاضية علشان في المستقبل يرسموها سوا وبعد أما يخلص يرسموا كتاب جديد ويخلص ويجيبوا واحد جديد شكلهم نويين يكاملوا حياتهم كلها في الرسم تقريبا المهم بتتكلم يينج مع والدها إنها تفضل في المكان اللي فيه ني أما ليو فلسه بيخطط إزايها يتخلص من ني بيروح ليو بالاتفاق مع واحد تاني لوالد ني وبيحردوا ضد والد يينج وطبعا ني بيكون عارف وفهم نوايا الخبيثة بتعرف يينج بنوايا الأعداء وبتعمل حسابها وبتشدد الحراسة وبيطم ني أما بيشوفها واخد حزارها لكن فجأة بيسمعوا صوت سويت لإن فيه حريق في مكان القضاء الأعلى والد ني بيطلب منه في الاجتماع إنه يجيب له السيد سوي من أفاة باعتبار إن لي علاقة هو أو بنته بالحريقة اللي حصلت في القضاء الأعلى لكن ني بيرفضه بيقوله إنه ملهاش أي علاقة بالحريقة والدليل إنه كان في قضتها وقت الحريق وقاله إنه هيتجوز يينج ومش هيقبل إنه يتجوز غيرها بيتضيق والده من الكلام ده وبيقوله يا إما تجيب السيد سوي يا إما هقتلك بنته ولو راجل بقى إبقى قتلني بيقرر والد ني إنه يعلن عن زوجة لي وهي نيانج وده بحيلة من والدها وطبعا ني ما يعرفش أي حاجة من الكلام ده وبيروح فعلا يجيب السيد سوي بيتفهم معاه وبيقوله إنه في حد افترى عليه وإنه مأمور بإحضاره فبيطلب منه يروح معاه وهو هيحاول يبرر اسمه من الجريمة دي بيعرف نيب اللي حصل من والده بخصوص جوازه وبيروح يتخنق معاه لكن صديقه بيهديه بيروح ني لن يانج اللي بتكون بتمثل إنها حاولت الانتحار لكنه بيكلمها ببرود وبيقولها ترتاح بيروح نيه يركع قدام قصر والده والجو مطر شديد وبيفضل راكع تحت المطر في انتظار إن والده يبرق اسم سوي من الجريمة والفخ اللي نصبه الأعداء مش بس كده لأ وكمان يسمح له بإنه يتجاوز ينج بتروح زوجة صاحب الجلالة تقنعه بكده لكنه بيرفض وبتقوله إنه كده نيه أصبح ابنه الوحيد وما ينفعش يعمل معاه كده بيروح الوزراء يترجو نيه إنه يدخل جوه بعيد عن المطر وهو بيرفض بيتعب نيه قوي وبينزف دم كتير بتروح السيدة جوه علشان تزوره لكن نيه بيرفض نيه بيزور ينج وبيقولها إن الوزراء وفقوا على براءة والدها ووفقوا كمان على زواجه منها لكن بشرط إنهم يفككوا جيش عائلة سوي طبعا ينج بترفض تماما بيحاول نيه فهمها الوضع ويقناعها توافق لأن ده الحل الوحيد إنه يحافظ على حياتها وحياة والدها لكنها بترفض برضو بتقوله إن لو ده الحل الوحيد فهي رفضة تتجوزه بتروح ينجل والدها اللي بيكون موافق على كلام نيه وينجي بترفض لكن والدها بيقناعها وبيكونوا متضايقين وحزنين جدا على تفاكق جيشهم بيروح ينفذ الأمر ده قدام جنوده اللي بيحاولوا يمنعوه لكنه فعلا بيكسر عمود عالمه بنشوف ينجل رايحة لولدها اللي أصبح عجوز جدا وشعره أصبح لونه رمادي لا وكمان تقريبا كده تجنن بيتجوزوا فعلا والسناء الرومانسي اللي بنشوفه طول المسلسل قدوا أجمل ليلة زفاف ممكن تحصل طول الليل بيقتلوا بعض بالسيوف وبعدين نيه نام على الأرض الصبح بقى ما سمع صوت الناس جايلهم بسرعة قام نام على السرير قال يعني هما متصلحين ومفيش حاجة بينهم بيروحوا يزوروا الإمبراطور وزوجته اللي بتهدي ينجي خادمة من عندها بحجة إنها تساعدها نيه بيسأل ينجي ليه قبلتها لأن الخادمة دي مجرد جسوس عليهم فبتكلموا ينجي بكل برود وبشكل صارم جدا وبصفته صاحب الجلالة فقط بتروح جوه تزور نيه وينجي وينجي بتهنها في المعاملة وبتطردها لكن بطريقة شيك شوية بيروح نيه يتطمن على والد ينجي وبيتكلم معاه لكن والد ينجي بيكون نسيه ليه وبيكون محبوس طبعا في الزنزانة وبيتعب وبيموت توزيه بتوصل الخبر ده لينج أما نيه بيتكلم مع السيد سوي كتير جدا عن حياته كلها ينجي بيكون عندها إحساس بإن موت ليه وده خدع مش أكتر وإنه لسه عايش وبتطلب من توزيه تقول الجواسيس اللي فضله من جيش سوي يحققه في الموضوع ده فعلا إحساس ينجي بيكون في محله ليه ولسه عايش ونوي ينتقم من نيه ويندمه ويدواء ووجع فرق حبيبته نيه بيبعت لينجي خبر إنه رايح يتعشى مع جوه قال يعني هيها تغير لكنها بترد عليه رد بيحرجه أكتر وبتقوله إنها ما كانتش مستنية تتعشى معاه أصلا بيروح نيه فعلا وبيوضح لجوه إنه مش بيحبها لكنه مش هيحرجها قدام الناس وهتفضل في القصر وهيزورها من فترة للتانية وهي بتفضل تتحايل عليه إنه يحبها وهو بيقولها إنه بيحب ينجي وبس ما هو مش بالعافية يا بنتي لقلبه وما يريد بقى بيفضل نيه رايح جايه قدام قودة ينجي ومعات شانج آر فبيسأله انت واقف ليه هنا بيرد نيه إنه مستني الوقت يمر ويتأخر علشان ينجي ما تفكرش إنه راجع بسرعة من عندها ويدغير عليه يعني شوية بعد ما بيدخل بتكلمه ينجي بكل برود وبتستفزه وبتقوله يخرج ينام في قودة تانية وهو بيرفض وبيتقتله وبعدين بيقربه من بعض في لحظة رومانسية جدا الصبح بيروح نيه يتكلم مع ينجي عن اللي حصل بالليل فهي بتصده وبتقوله ما تقلقش أما احملها قتلك وخلي ابني ياخد العرش ويبقى هو الامبراطور بترجع ينجي لطبيعتها وبتتفق مع توزي يخرجه يشوفه شخص متنكر أما جوفة بتطرز في اللحة بسرعة علشان توديها لينجي وتشوف نيه بحجة التطريزة العريس بقى اللي هو عمينا نيه طبعا رايح في مطعم في وسط البلد سبحان الله شوفوا الصدف بقى العروسة كمان بتروح لنفس المطعم لأن صاحبه نصب تقريبا وهما الاتنين بيطلبوا نفس الطبق فبيروح نيه يستأذن منها باعتبار انه ما يعرفش مين أصلا وبيتفاجئوا جدا طبعا نيه بيكون رايح علشان يقابل شخص بيستحضر أرواح وليه في الدجل وكده ليه بقى لأنه عايز يستحضر روح زوجة السيد سوي اللي هي والدة ينج ظنن منه ان بكده هيرجع له عقله من تاني شانج أور بيقول لتاو زيه انه متضايق بسبب بعد نيه عنه الفترة الأخيرة لكن توزيه بتهديه نيه بيروح لجوه وبيشرب عصير وبيكون فيه مخدر اتفقت والدة جوه مع خدمتها انها تحطه في العصير من وراها بيروح متدروخ على قودة ينج وفي اللحظة دي بتكون ينج زوجته قولا وفعلا تاني يوم نيه بياخد السيد سوي للراجل اللي هيستحضر روح زوجته وبالفعل الراجل ده بيعمل كده والسيد سوي بيرجع فعلا لعقله وبتنجح خطة نيه ينج بتروح تشوف والدها وبتفرح جدا لأنه رجع طبيعي بتتكلم مع نيه وبتشكره وبيتصلحه والد جوه بيتفق مع الاعداء ضد الامبراطور وضد ينج وليه في نفس الوقت علاقة نيه وينج بترجع احسن من الاول والحمد لله ووالد نيه بتتحسن حالته وبيقضي وقت كتير مع شوان زي وبيعلمه فنون الكتل وغيرها ينج ونيه بيروحوا المطعم اللي فيه الراجل اللي عالج ابوها وبيعمل لهم استعراض جميل في جو رومانسي بتوصل ينج اخبار سيئة بخصوص جيشهم اللي تفكك وبتقول لها ينج ما تقولش حاجة للسيد سوي ولا لنيه بالليل بيتعشى نيه وينج سوا وبيقضوا وقت جميل ورومانسي كالعادة ليلتهم صباحي تاني يوم بتروح ينج وتوزي يقابلوا الراجل اللي من الجيش لكنها بتكون خدع من ليه علشان يخطفهم وفعلا بيعمل كده نيه وتوزي بيروحوا وراهم على اساس انهم عامل لهم مفاجأة نيه بيستغرب كلام صاحب المطعم بانهم مشوا بسرعة فبيروح للقوضة اللي كانوا فيها وبيكتشف نيه انهم اتخطفوا فعلا فبيقول لتوزي يقف الابواب الاصر وما يخليش حد يطلع برا المدينة والده المتخلف بقى بيفكر انه رايح يتمرد عليه اما ليه فوقع في شر اعماله والناس اللي ساعدته يخطف ينج بتهددوا انهم هيموتوا معاها فعلا بيكونوا على وشك قتلها فبيطلب ليه انه هو اللي يقتلها فبيدولوا اقوى سم معاهم لانه ما بيحبش الدم وفعلا بيديها السم ده وني بيدور على ينج فبيعرف ليه انه وصل لهم وبيفضل يخبط على الباب علشان نيه يعرف يوصل لهم فالعصابة دي بتقتل ليه ليه بيرمي نفسه من فوق وبيخبط الباب جامد فبيشوفه نيه وبيجري عليه فبيقوله ليه في اخر انفاسه ايه الحق انكوز ينج بياخدها نيه على الاصر لكن للأسف بعد فوات الاوان كل الاطباء بيقولوا انها ماتت خلاص ومفيش نفس نيه مش بيصدق طبعا وبيرفض ان يصدق الكلام ده وبيفضل يتكلم معها علشان تفوق بياخدها على ارض العجائب وبيعيد ذكرياتهم سوا وبيطلب منها تفوق لكن برضو مفيش فايدة بيحاول نيه بشتى الطرق لكن للأسف ينج مش بتفوق توزي بيقول للطبيب ان فيه امل ضئيل جدا انها تعيش نيه بياخد ينج معاه على قصر والده وبيكون نوي عشر لكن والده الجبان بيحتمي بالوزير والد جوه اللي هو اصلا خين وبيجم عليهم وفجأة نيه بيكون في خطر لكن ينج بتفوق وبتنكزه وبتقتل رئيس جيش جيشو بيحارب نيه وينجه كل الاعداء والحمد لله بيهزموهم وبيقتلوا الوزير الخين والد جوه نيه طبعا مش مصدق ان ينج الحمد لله بقت معاه وفعلا ما ماتتش وبيقعد نيه معاها وبيسألها هو في حلمه ولا لا وهي بتقوله انه حقيقة وبيقربه من بعض في لحظة رومانسية بحتة بتروح ينجه تتطمن على توزي وبيفكروا سوا بان ليه يدالها السم اللي صنعته توزي وقت ما كان ليه هو قائد جيش سوي نيه ووالده علاقتهم بتتصلح جدا الحمد لله وبيبقوا زي السمنة على العسل كده الحلوة في السمنة مع العسل معرفش يعني لكن مش موضوعنا الحمد لله نيه بيكون امبراطور عادل وبينتشر السلام في البلاد ينجي بتروح تتراهن مع نيه على شكل لعبة وبتعترف له انها حامل توزي وتشانج أور بيزداد حبهم لبعضهم اكتر واكتر وبيكونوا قريبين جدا من بعض اما عمتنا جو بنت الوزير الخاين بتتجنن حرفيا وبتمشي في الشوارع تقول الناس انها زوجة ولي العهد تشانج أور بيعترف لتوزي وبيطلب منها بشكل مباشر انها تتجوزه توزي بتقبل وبتوافق وتشانج أور بيكون طاير بيها من الفرحة وهي كمان اكيد مبسوطة يعني ينجي بتتعب قوي اول ولادة ليها لكن الحمد لله بتخلف مولود جميل ولد اسمه داو ني طبعا كان هيموت من القلق عليها لكن الحمد لله عدت على خير في النهاية بتنتهي فترة حكم ني لان شوان زي خلاص كبر وهيتولى العرش وبيروح ني وينجي وأولادهم داو وجين وتشانج أور وتوزي يحرصوا الحدود في حياة بسيطة جدا وبياخد ني أولاده بيروحوا يزوروا أعمامهم اصدقاء ني الله يرحمهم وبعدين بيشوفوا أولادهم الصور اللي كانوا راس منها فبيفضلوا يحكولهم عنها والحمد لله بينتهي مسلسلنا النهاية سعيدة بين السناء المرحت شانج أور وتوزي وينجوني اللي بيعيشوا حياة بسيطة وسعيدة في تبات ونبات وبيخلفوا الصبي وبنت مش سبيان وبنات الله أعلم بقى بيفكروا يجيبوا أولاد تاني ولا لأ برحتهم بقى ملناش دعوا احنا المهم انهم عاشوا في تبات ونبات وانتهت حكايتنا نهاية سعيدة الحمد لله ولنا لقاء آخر في مسلسلات تانية جميلة ان شاء الله سلام شكرا